اشتركوا في القناة النادي الاهلي بشكل خاص خلال الفترة القادمة فيما هو متعلق بالشأن المحلي ومباريات الدور العام واستيناف المشوار خلال 24 ساعة بمواجهة طنطة وايضا المباريات الافريقية ودوري ابطال افريقيا وما تحمله هذه البطولة من تفاصيل كسيرة وكواريس واسرار كسيرة جدا خلال الفترة القادمة نهاردة في برنامج الاهلي الليل عندنا محاور كسيرة واكتر من فقرة الفقرة الاولى النهاردة بالتأكيد الفقرة الحوارية هي شرفنا اتنين من نجوم سواء نجوم التحليل الرياضي او حتى نجوم الاعلام والنقد الرياضي كابتن اسامة عربي طبعا نجم الاهل السابق والمدير الفني للعديد من الاندية في الدوري المصري هيكون معنا في الفقر الحوارية الاولى ويكون ايضا معنا الناقد الرياضي الاستاذ محمد داباهي في هذه الفقر هنناقش محاور كسيرة جدا فيما هو متعلق بدوري الدرجة السنية فيما تحديدا امور البس الفضائي والتسويق والمتعلقة كمان بمباريات كأس مصر خلال الفترة القادمة وايضا حديث عن المباريات المحلية والمباريات الافريقية وتقنية الفار تقنية الفيديو خلال الفترة القادمة ومدى تأثيرها على انتظام مباريات الدوري والحديث الشاغل كل جماهير النادي الاهل وجماهير القولة المصرية بشكل عام حول تطبيق هذه التقنية خلال الفترة القادمة ومدى تأثيرها على مباريات الدوري في الظل ان خلال هذه الفترة الحكام بالتأكيد بيخدوا محاضرات وقرصات في الملعب الفرعي لإستاذ القاهرة من أجل الحصول على الرخصة خلال الفترة القادمة الفقرة الحوارية السنية هيكون فيها زميل العزيز عمر ربع ياسين ويكون فيه ضيافته الناقد الرياضي والصحفي الأستاذ أحمد عويس وأيضا حديث مهم جدا فيما هو متعلق بالمرحلة القادمة وكواليس وأسرار بالنسبة للكرة المصرية والنادي الأهلي في الفترة القادمة طبعا في التوقيت الحالي الكل خلاص أغلق الحديث عن المشوار الإفريقي ومباريات الإفريقية في الجولة الرابعة للبطولة الإفريقية دورة أبطال إفريقيا وبدأ الحديث حول استعداد النادي الأهلي لمباراة تطانطة هذه المباراة الهمة جدا في مشوار نادي الأهلي خلال الدوري العام بالتأكيد مباراة مهمة جدا مباراة بالتأكيد الجهاز الفني بيستعد لها استعداد خاص بعد العودة من رحلة تصفر في زنبابوي ومواجهة بلاتينيوم في الجولة الرابعة لمباراة دوري أبطال إفريقيا وبالتأكيد مباراة طنطا ومباراة المؤلاء العرب استعداد جيد من أجل حصد الست نقاط وأيضاً كمان للتركيز فيما بعد ومباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة إن شاء الله هذه المباراة بعد عشرة أيام من الآن إن شاء الله هذه المباراة هتكون على استاد السلام طبعاً الجهاز الفني يتعامل مع الفترة الحالية بنوع من التجهيز والاستشفى لراحة عدد من اللاعبين بالنسبة للمرحلة القادمة الجهاز الفني بالتأكيد أغلق الحديث حول المباريات الإفريقية وحزبة النقاط المعقدة في مجموعة النادي الأهل في البطولة الإفريقية والحديث أصبح الآن حول مباراة طنطا ومباراة المؤلين ست نقاط من أجل الاستمرار في الصدارة والإبتعاد كمان في المنافسة خلال الفترة القادمة بعد ما نجح الجهاز الفني واللعبين في تحقيق 30 نقطة من 10 مباريات 10 انتصارات متتالية نتائج جيدة في المشوار المحلي جهاز الفني بيسعى إلى هذه الاستمرارية في الفترة القادمة من أجل أن ينهي المشوار مبكرا ولما لا يكون فرصة أو تكون فرصة طيبة أنك تنهي المشوار المحلي لكي تركز في المشوار الإفريقي ومباريات دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة طبعا ريني فايلر المدير الفني لنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق اللي هتواجهها طنطة إن شاء الله المباراة اللي هتكون حوالي الساعة 7 ونصف إن شاء الله غدا على استاد القاهرة الدولي هذه المباراة ضمن منافسات الأسبوع 13 اللي بدأ منذ يومين بالعديد من المباريات وبالتأكيد أقرب المنافسين للأهلي في هذه المسابقة حتى الآن فريق الموالين العرب بعد الفوز على افسي مصر بنتيجة 3 واحد وبالتأكيد بعد مباراة طنطة هتكون مباراة الأهلي والمؤلين مباراة صعبة جدا وبالتأكيد مباراة هتكون فيها منافسة شديدة ما بين صاحب المركز الأول النادي الأهلي والمؤلين العرب صاحب المركز الثاني ريني فايلر يمكن استعان بعشرين لاعب في قائمة مباراة الغد أمام طنطة طبعا محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير في حراسة المرمى رامي ربيع محمود متولي ياسر إبراهيم علم علول أحمد فتحي محمد هاني محمود وحيد في خط الدفاع وبيغيب أيمن أشرف للإنذار الثالث في مباراة الغد خط الوسط عمر السلية محمد مجدي أفشة أحمد الشيخ حسين الشحاد جيرالدو محمود عبد المنعم قهرباء وبيغيب بالتأكيد أبرز الغائبين عن مباراة الغد اليو ديانج اللاعب المالي اللي بالتأكيد تعرض لإصابة في مباراة بلاتينيوم لكن إن شاء الله هيكون جهاز خلال أيام القليلة القادمة ومدة الإصابة هتكون بسيطة وإن شاء الله هيكون موجود أفشة بعد ما كان فيه بعض المؤشرات حول فكرة أنه تعرض لإصابة طفيفة في مباراة بلاتينيوم جهاز الفني بيتأكد من سلامته وجاهزيته ويكون موجود في مباراة الغد لكن وليد سليمان لم تتأكد جاهزيته وبالتالي لم يستقيم به ريني فيلر في قائمة مباراة الغد أمام نادي طنطة قائمة مباراة النادي الأهلي أمام مطنطا وفي الهجوم طبعا الرباعي جونير أجايي صلاحة محسن وليد أزارو مراوان محسن بالتأكيد الجلاز الفن القادر إن كان بيحاولها يتعامل مع المباراة الحالية بقدر من التغيير والتعديل في التشكيل الأساسية في أطيق الحدود من أجل راحة عدد من اللاعبين وجهزية واستشفاء عدد من اللاعبين بالنسبة لضغط المباراة في الفترة القادمة فريق راجع من السفر أول أمس الوقت كان دائع جدا لكن المباراة هتتلاقي بيوم الأربع بعدها بـ 72 ساعة مباراة المولين العرب بعدها بـ 5 أو 4 أيام مباراة النجم السحلي يوم الجمعة القادم إن شاء الله لا بعد القادم مباراة هتبقى صعبة جدا فضغط المباراة وتوالي المباراة صعب جدا على أي جهاز فني يقدر يتعامل مع هذه المرحلة في ظل كمان أن تتعامل بدقة شديدة جدا في مسألة الإعداد البدني ومرحلة الاستشفاء نتيجة ضغط المباراة المحلية والإفريقية وده للأسف موجود في معظم الدوريات في شمال إفريقيا الدوريات العربية بتعاني من نفس الأجندة المزدحمة ما بين المحلية والإفريقية ويمكن كمان عندنا في القرى المصرية حسن أن نتخذ قرار خلال الفترة الأخيرة أنه لا يشارك في البطالة الإفريقية ما يشاركش في البطالة العربية لأنه كان يبقى الازدحام صعب جدا في توالي المباراة في التوقيت الحالي مباراة الغد هيدرها محمود عشور الحكم الدولي هيكون موجود بكرة إن شاء الله في مباراة الغد وطنطة على أستاذ القاهرة الدولي طبعا محمود عشور من الحكام الدوليين ومن المميزين في الفترات الأخيرة بعض الحالات بتبقى لبعض الحكام لكن قد الإمكان ما تمان التوفيق يا رب إن شاء الله الحكام في الفترة القادمة من أجل أن تخرج المباراة على الأقل بأقل أخطاء تحكمية في الفترة القادمة لحين بقى تطبيق تقنية الفار وهذه التقنية تحديدا عندي حديث مهم جدا أقوله في ختم هذه الفقرة فقرة الإنترو لأنه فيه كلام مهم جدا لازم يتقال وإحنا بنستعد لتطبيق هذه التقنية في الفترة القادمة ونضع كل مسؤول أمام مسؤولياته في هذه المرحلة بخصوص هذه التجربة لأن هذه التجربة تحديدا محتاجة مساحة وقت عشان الناس تشتغل عليها وتاخد المعايير بشكل محترف وأيضا كمان تحصل على الرحصة الرسمية من الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا في الفترة القادمة عشان تبدأ تشتغل على هذه التقنية في الفترة القادمة فيه كلام مهم جدا نتقال لهذه التجربة فيه سياق حديثي وأيضا كمان فرصة طيبة مع ديوفي النهاردة لأسكابت الأسامة عربي والأستاذ محمد بي هنتكلم معهم كمان عن هذا الموضوع في الفقرة الحوارية الأولى ده كان كلام مهم جدا فيما يتعلق بمباراة الأهل وطنطة غدا طبعا مباراة الغد هتشهد عدد كبير جدا من الغيابات بنتكلم في رمضان صبحي حسين الشحات حمد فتحي سعد سمير بنتمناله السلامة لسه وصل القاهرة النهاردة بعد طبعا فترة العملية الجراحية اللي أجراها في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة طبعا محمد محمود لسه قدام مساحة من الوقت شريف إكرامي لم يتمثل من إصابة السمانة والجهاز الفني بيتعامل مع الملف المصابين في الفترة الجاي بحيث أنه كل لعب يكون جاهز بنسبة 100% يضم لقائمة المباراة محمود وحيد كريم مندفد نتمنى يا رب قائمة الغيابات والإصابات تتقلص خلال الفترة القادمة ويكون العدد المتاح للجهاز الفني اللي يقدر يشتغل به يديره مساحة حرية في اختيار التشكيلة المثالية والتغيرات اللي ممكن يلجأ لها خلال المباراة طبعا وليد سليمان أليو ديانج بعد مباراة بلاتينيوم يتخلف عن مباراة تطنطة القادمة لكن محمد مجدي أفشة إن شاء الله يكون جاهز وموجود دمن القائمة إن شاء الله فيلر طبعا بالتأكيد في هذه اللحظات بعد الانضمام أو بعد ضم اللاعبين في معسكر مغلق قليلة المباراة هيكون في محاضرة فيديو بالنسبة لفريق تطنطة وبالتأكيد فريق تطنطة ما ننساش آخر مباراة لي مع نادي الزمالك كان عامل مباراة كبيرة جدا خسر في اللحظات الأخيرة بهدفين مقابل ثلاثة أهداف لنادي الزمالك لكن قدر يعمل مباراة كبيرة على نادي الزمالك وعمل شكل فني كويس جدا وبالتأكيد عنده طموح وعنده رغبة أنه يعمل مفاجأة وعايز يعمل كورة كويسة جدا من خلال طبعا مدير الفن أيمن المزاين اللي عنده تجربة جديدة في الدوري الممتاز فبالتالي مباراة بكرة مباراة صعبة مش هنقص المباراة الحالية بوضع الفرق الآلف المقدمة وبعض الفرق في الآخر جدول الدوري فبالتالي المباراة هتبقى سألة لا بالعكس الجدول الدوري والمباراة صعبة جدا وكل مباراة وانت بتفوس بيها بتمر بمرحلة وبتخطي خطوة إيجابية بالنسبة للمرحلة اللي جاية ممكن البعض يصف المقارنة بين الدوري المحلي والبطولة الإفريقية الدوري المحلي ضعيف لا إطلاقا دوري المحلي في مصر دوري قوي جدا والفرق كلها بتحول تعمل نتائج إيجابية البطولة الإفريقية لها مواصفات وليها معايير وليها طرق لعب وظروف ملأمة معينة كده ممكن بتؤثر على بعض الفرق في المباراة الإفريقية وده هيخدني في سكة بقى وانا بتكلم على المباراة الإفريقية لأن البعض ممكن يقول لك الأهل ممكن ما بيحققاش نتائج إيجابية بره فصعب فكرة حصوله على البطولة الإفريقية لا إطلاقا معيار الفوز بالبطولة الإفريقية في الفترة الأخيرة وهو ازاي تستطيع تتعامل سواء داخل الملعب أو خارج الملعب بمجريات المباراة وظروف المباراة ممكن تعمل مباراة كبيرة جدا لكن تخسر بخطأ تحكيمي ممكن تعمل مباراة ضعيفة جدا وتكسب بي لك بكورة طيشة ولا كورة ألشة ممكن تكسب بها السلس نقاط البطولة الإفريقية بقت لها مواصفات ومعايير معينة ومهم جدا وانت بتشتغل في البطولة الإفريقية السنة دي اللي انت تمركز جدا فيه ازاي تقتنس اي نقاط إيجابية خارج ملعبك مع الفوز بكل المباراة على أرضك وعلى ملعبك مباراة النجم الساحلي بالتأكيد مباراة صعبة ومباراة مهمة والسلس نقاط لا بديل لكن ان شاء الله بوجود دمهوري نادي الأهلي الرقم واحد وتشجيعهم وحمسهم مع اللاعبين هنقدر نشوف ان شاء الله فريق بيأدي مباراة كبيرة جدا ودائما فريق نادي الأهلي ما بيكون الجماهير موجودة بكسافة وبتشجع الفريق بيقدر اللاعبين أو بتقدر اللاعبين والجهاز الفني بيطلعوا أقصى ما لديهم لتأديم مباراة كبيرة جدا ومباراة قوية ويقدر ان شاء الله النادي الأهلي بفوزه عن نجب وتحيي نتيجة إيجابية مع الهلال السوداني يقتنس الصدارة ويتأهل للدور ربع النهائي وعول ما تتأهل للدور ربع النهائي هنا بقى لينا كلام تاني ولين مقاييس تانية وحديث تاني عن المراحل النهائية لأن البطولة الإفريقية دور المجموعات ليه نظام والأدوار النهائية ليها نظام تاني خالص مهم جدا في دور المجموعات أنك تقدر تجمع ابنات كتيرة عدد نقاط كثيرة جدا عشان توصل للهدف اللي انت عايز توصله وعلى فكرة ممكن تتصدر المجموعة وتبقى مواجهة دور التمانية صعبة جدا بتتكلم في الزمالك بتتكلم في الرجاء بتتكلم في فرق قوية جدا كمان ممكن للوداد المغربي فبتتكلم في ديربيات عربية أو مطشق خمة ممكن من أهل وزمالك لو تصدرت المجموعة عندك برضو فرق قوية عندك مازينبي عندك سانداونز عندك التراجي فبالتالي أنت لا بديل عنك أنك لازم توصل مرحلة الدور ربع النهائي وتفكر بقى لكل مرحلة بظروفها وطبيعة أجواء هذه المباراة مباراة لو عدت وانت مش محقق فيها النقاط الفنية أو العلامة الكاملة بالنقاط السلاس في أي مباراة ما تقصيش على اللعبة وما تقصيش على الفريق لأن لسه عندك مراحل تانية لسه عندك فرصة تعاوض في مباراة أخرى تراجي تونسي تعادل على ملعبه في ملعب راتس مع فيتا الكنغولي وذهب للكنغو وفاس على فيتا 2-0 في مباراة في المجموعات لو ركزنا في كل مجموعة وعلى فيها مفاجئات وعلى فيها مباراة ممكن الكيرف بتاع كل فريق مباراة وصل لمرحلة جيد جدا ومباراة بعدها ممكن تلاقي الكيرف أو المستوى الفني أقل بكتير من المرحلة اللي قبلها أول مباراة مع النجم السحيل الآلي قد مباراة فنيا كنا سعداء جدا بالأداء رغم الخسارة بهدف مقابل لشيء نتيجة خطأ تحكيمي مباراة بلاتينيوم الجمهور زعلان لكن في النهاية مش هنقول هي دي الصورة العامة لأداء الفريق أو أداء اللاعبين في المرحلة الحالية إن شاء الله مباراة النجم مباراة الهلال نتخطأ هذه المرحلة ومن دوري الثمانية بقى أكيد هيكون فيه معايير معينة وتجهيز لهذه المباراة كمان مهم جدا وانا بتكلم على البطولة الإفريقية عايز أتكلم بقى في جزئية مهمة جدا ولازم نركز قوي قوي في الكلام اللي جيدة لأن احنا زي ما قلنا بنتعامل مع البطولة الإفريقية سواء داخل الملعب أو خارج الملعب انت المراض وانت بتلعب هذه البطولة عينك وسط راسك مركز جدا في أي أحداث بتسير في خلال هذه البطولة الإفريقية حدث موقف في مباراة النجم الساحلي فكان على طول ليك رد فئة الإيجابة في هذا الملف وتحرقت في هذا الملف ووجهت شكوى للاتحاد الإفريقي بخصوص الحكم البنسواني جوشوا بوندو اللي بتعد منذ هذه المباراة حتى الجولة الرابعة سواء في دور الأبطال أو الكونفيدرالية لم يدير أي مباراة فبالتالي انت بتشتغل فنيا وبدنيا عشان تحضر فريق بشكل كويس وايضا كمان إداريا عشان تقدر تقدر تتوفر الحماية الكاملة للفريق وهو بيلعب بطولة إفريقية عشان ما يتقررش الأخطاء اللي حصلت سواء أخطاء تحكمية أو أخطاء في البطولة الإفريقية في البطولة السابقة أو قبل السابقة من الاتحاد الإفريقي في إدارة العديد من المباراة في البطولة الإفريقية طيب فيه قرار اتاخد خلال الـ 48 ساعة الماضية من الاتحاد التونسي لكرة القدم الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن عبر صفحته الرسمية الاستعانة بالحكام النخبة في الاتحاد الإفريقي خلال الفترة القادمة لإدارة المباراة الكبيرة والمباراة الهمة في الدور التونسي قدومكم著 على الشاشة ده على الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي وده بقى خطاب إعلامي تونسي تلمى أعلن الخبر على صفحته الرسمية أصبح الخبر متاح لكل وسائل الإعلام بعد أن الانفتاح على محيط شمال إفريقيا بخصوص تنقوات اللاعبين واعتبار اللاعب المغربي لاعبا محليا سواء اللاعب المصري أو اللاعب الجزائري أو اللاعب الليبي ده بالنسبة للجامعة التونسية بتعتمد أنه لاعب محلي بيلعب في الدورة التونسية الجامعة التونسية قررت تماشي مع ذات المبدأ وهنا طبعا المفروض في اختلاف فكرة اللاعب المحترف دي قصة والحكم هنا دي قصة تانية لكن ما علينا؟ هم بيعتبروا أن الانفتاح في مسألة الحكام على المحيط الإفريقي ده شيء جيد بالنسبة لهم فيما يخص التحكيم وذلك بتعيين بعض الحكام الأفرقى الدوليين من زو الخبرة لإدارة بعض المقابلات المدرجة برزنامة الموسم الرياضي 2019-2020 معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام أن مباراة الترجي والنجم السفخص والأفريقي النجم والأفريقي الترجي والسفخصي المباراة الكبيرة أو المباراة اللي فيها منافسة واهتمام بالإعلام التونسي والاتحاد التونسي بهذه المباراة هيدرها حكام أفرقى من زو الخبرة لهم الحكام النخبة طيب معنى كده أنه ممكن تشوف مباراة الترجي والنجم بابلاكت سيمة الأسيوبي ممكن تشوف بكاري جسامة ممكن تشوف أليوم نياند قدامنا هو بكرة مباراة الترجي والنجم الساحلي على ملعب رادس دي مباراة في الدوري التونسي مين اللي هيدرها؟ الحكام الأسيوبي مملكت سيمة حكام الأسيوبي طبعا من حكام النخبة في القرى الإفريقية كان بيدير مباراة الزمالك وزيسك ويوم الجمعة الماضية في الجولة الرابعة من مباراة المجموعة الأولى دايما الحكام النخبة معروفين في القرى الإفريقية مملكت سيمة جوشوة طبعا بندو طبعا بيتقامل اتحاد في قنوة من حكام النخبة بكاري جسامة اليوم نياند مصطفى غربال الحكم الجزائري لكن هنا أنا مش هوجه سؤال للاتحاد التونسي لكن هوجه سؤال للاتحاد الافريقي بعد ما الاتحاد التونسي استعان بحكام النخبة لإدارة مباريات الدوري التونسي ما هو الموقف في إدارة هذه الحكام أو هؤلاء الحكام في إدارة هؤلاء الحكام لمباريات الأندية التونسية في البطولة الأفريقية الفترة القادمة يعني عندنا مباريات الآله والنجم السحلي يوم الجمعة بعد القادم هل حكم من الحكام اللي هيجيروا مباراة في الدورة التونس وهيكونوا مقيمين في الفترة الجاية في الدورة التونس ممكن نلاقيهم في مباراة الأندية التونسية مع الآله في البطول الإفريقية ده تساؤل احنا بنتراحه في التوقيت الحالة و بنوجيه له الاتحاد الإفريقي في الفترة اللي جاية إيه له وضع في هذه المسألة لأن بعد خطاب النادي الآله للاتحاد الإفريقي في الفترة السابقة عن أداء بعض الحكام في المباراة الإفريقية الاتحاد الإفريقي تدرك الموقف وابتدى يسند عدد من المباريات في البطولة الأفريقية لحكام صغير السن واعدين بالنسبة للبطولات الأفريقية في الفترة القادمة تنفيذا لرؤية جاني إنفنتين ورئيس الاتحاد الدولة لم يقال لازم نستعين بعشرين حكم صغيرين في السن لسه حديث العهد في القائمة الدولية نبدأ نعتمد عليهم في الفترة اللي جاية فبالتالي انت داخل بقى على مرحلة الأدوار النهائية ومرحلة الجولة الخامسة والستة تبدأ بقى تشوف مبلاكت سيمة تبدأ تشوف اليوم ليانت تبدأ تشوف بكاري جسامة شفت مصطفى غربال في مباراة النجم السحلي والهلال السوداني وازاي حكم خبرة عنده قدر كبير من الزكاء والتعامل في المباراة الكبيرة كان موجود مباراة كبيرة زي دي لكن طبعا خارج تونس كان موجود في السودان فمباراة الأقل القادمة مع النجم أكيد هيجي لك حكم اسم كبير زو خبرة كبيرة ممكن ببلاكت سيمة ممكن بكاري جسامة طبعا التوقعات كتيرة لكن خلال الساعات الجاية هيتططع بشكل رسم مين هو الحكم لكن هو السؤال بنواجهه للاتحاد الإفريقي في التوقيت الحالي هل هيتم الاستعانة بحكام النخبة الإفريقية اللي بيديروا مباراة في الدورة التونسي عشان يحكموا مباراة الأندات التونسية مع الأهلي في البطولة الإفريقية ده سؤال هنشوف إجابته في الفترة اللي جاية أنا بطرح السؤال ده ليه؟ لأنه في جزئية مهمة جدا لاتحاد التونسي خدها أو قرار مهم جدا خده خلال الساعات الماضية وده اللي خلاني أضع هذا الاستفسار أمام الاتحاد الإفريقي الاتحاد التونسي أرسل حكامه إلى مصر خلال العشرة أيام الماضية في معسكر في اسماعيلية الحكام التونسة صفوة الحكام التونسة اللي أرسله لمصر لقامة معسكر تدريبي في مصر كان من خلال ماسيمو بوساكا الحكم صاحب لجنة التطوير أو المسؤول عن لجنة التطوير في الاتحاد الدولي هو المسؤول عن هذا المعسكر وإقامة محاضرات نظرية وعملية للحكام التونسة وكان بيساعدوا في هذا الملف الكابتن جمالي الغندور والكابتن عصام دي الفتاح إذن الاتحاد التونسي عنده مشروع للاعتماد على الحكام التونسة في الفترة اللي جاية بل بالعكس ذهب إلى جزئية مهمة جدا وأتمنى حتى في الاتحاد المصري ناخد هذه الخطوة في الفترة الجاية تم اختيار عشرين حكم من حكام الصفوة في الاتحاد التونسي وتم توقيع عقود احتراف معهم عشان يديروا مباراة في الدوري التونسي في الفترة اللي جاية إذن أنت كاتحاد تونسي خدت قرار في تطوير التحكيم التونسي خلال الفترة الجاية وبدأت الاعتماد على أهم عشرين حكم ووصفتهم بأنهم حكام محترفين في الفترة اللي جاية ووقعت عقود معهم في الفترة اللي جاية عشان يديروا مباراة الدوري التونسي فأنت على مستوى التحكيم المحلي خدت إجراء زكي وطيب وأنا أتمنى في مصر ناخد هذا الإجراء وأنا بحية لإتحاد التونس على هذا الإجراء لكن في نفس الوقت وأنت بتاخد هذا الإجراء خدت إجراء تاني بأنك تستعين بحكام النخبة الإفريقية بداية من الغد حتى نهاية الدور التونسي يعني نحن نتكلم في مرحلة مهمة جدا من مشوار البطولة الإفريقية في التوقيت الحالي ده السؤال بقى اللي أنا بوجهه للإتحاد الإفريقي في الفترة اللي جاية ما هو الوضع عندما يتم اختيار حكام النخبة في القرى الإفريقية لإدارة مباراة في الدور التونسي وتقرارهم في مباراة الأندية التونسية مع المنافسين لهم في البطولة الإفريقية وإحنا على المستوى الشخص بيهمنا النادي الأهل بالتأكيد فعندنا مباراة الأهل والنجم السحلي اللي جاية ممكن يكون بابلاك سيمة طبعا راجل في تونس ومقيم خلال هذا الأسبوع عنده كذا مباراة وبكرة منهم مباراة الساعة 3 بتوقيت القاهرة مباراة الترجل والنجم السحلي على أستاذ رادس ده سؤال مهم جدا بالنسبة لمرحلة الجاية عشان ما يكونش فيه فرصة لأي حد بيتصيد بعض الأخطاء في الفترة اللي جاية لازم نشتغل هذا الملف بشكل فير جدا ويكون فيه شفافية بشكل كبير جدا سواء من الاتحادات المعنية أو الاتحاد القري اللي بيدير هذا الملف عشان البطولة الإفريقية ما تشهدش نفس المشاكل اللي حصلت البطولة الماضية دي جزاية مهمة جدا روح نتكلم فيها وحنا لسه بنبدأ هذا الملف ولسه أول مباراة بقرة في الدورة التونسي من خلال مملكة سيمة الحكم الأسيوبي وعايز أفكر الناس بمباراة الأقل والترجي ما كانش فيها أخطاءة حكمية لكن فجينا بعدها ما كانش فيها فار ما كانش فيها تقنية الفيديو ما كانش فيها فار وخلال هذه المباراة لو ركزتوا قد أحداثها كان الحكم الأسيوبي بيتم إيقاف المباراة لبعض اللحظات وكأنه بيسمع الغرفة من خلال الاتصال كومنيكيشن من خلال السماعة الداخلية مع الحكم اللي موجود في الغرفة وأساسا ما كانش فيه حكم غرفة فبالتالي لن ننسى هذه المواقف اللي حصلت في هذه المباراة وما كانش فيه فار وبنقس عليها المرحلة الجاية بالنسبة للمباراة الأفريقية في هذا الملف ملف مهم جدا وتساؤل بنضعه أمام المسؤولين في الاتحاد الأفريقي في هذا الملف ما هو وضع حكام النغبة الأفريقية في المباراة القادمة مع الأندية التونسية بعد اختيار الاتحاد التونسي لهم لإدارة مباراة القمم في الدورة التونسي الترجي والنجم في الفترة القادمة والترجي والنجم طبعا الموجودين في دورة أفريقية في الفترة القادمة النجم متصدر مجموعة الأهل في المجموعة الثانية والترجي متصدر المجموعة الرابعة في الفترة القادمة برسيد عشر نقاط وفي أقرب منافسين مع الرجاء المجربي طيب ملف الفار ملف مهم جدا ومن خلال متابعات الموقع الرسمي للاتحاد القرى خلال الفترة الأخيرة المدد الزمنية أو المعدل الزمن اللي حده للاتحاد المصري في هذا الملف هم نتكلم في 40 يوم بدأ التطبيق أو بدأ التجارب من حوالي 4 ايام أو 3 ايام يعني نتكلم بالضبط على أول مارس هيكون تطبيق التقنية جاهز للتنفيذ في الدولة المصري طيب أنا مش أقول رأيي في هذا الملف لأنه ما ينفعش أقول رأيي شخصي في ملف أنا بالتأكيد غير معني بالملف الفني فيه لكن أنا هستعين بقراء حكام دوليين سابقين سبق ليهم رئاسة لجنة الحكام أو موجودين في ملف التحكيم في الفترة الأخيرة كابتن سامير عثمان قال في فترة سابقة صعب تطبيق التقنية خلال الدوري التاني ولازم خلال 4-5 شهور بيتم عمل محاضرات نظرية وعملية وتاخد الرحصة الرسمية من الاتحاد الدولي كابتن عصان عبدالفتاح بالأمس أنا كنت بسمعه في تعريض صوت وصورة قال استحالة التطبيق التقنية يكون في الدوري التاني ولازم يكون فيه مساحة وقت للحكام عشان ياخدوا وقت عشان يتعلموا أو ياخدوا الرخصة لتطبيق التقنية خلال الفترة اللي جاي كابتن ناصر عباس كان موجود في حلقة منذ أيام قليلة مع كابتن إسلام الشاطر في ملعب الأهل وقال صعوبة في صعوبة كبيرة جدا لتطبيق التقنية خلال الدوري التاني ولازم ناخد مساحة وقت عشان نطبق من المسم الجديد أيضا كابتن أيمن دي جيش كل الحكام أجمعوا لازيء الفكرة لكن الاتحاد المصري أو اللجنة المؤقتة اللجنة المؤقتة بتقول أن الدوري التاني هيكون تطبيق التقنية جاهز للتنفيذ طبعا أنا سعيد جدا بهذا الإجراء وأكون مبسوط طبعا أن الدوري التاني يكون فيه تطبيق التقنية وده النادي القالي كانت تطالب بده في المسم الماضي من خلال أخطاء تحكمية كانت مؤثرة جدا على العديد من المباراة لكن في نفس الوقت عشان ناخد هذا الإجراء لازم نطبق التقنية بشكل محترف لازم نطبق المعايير بشكل سليم لازم تقول المعادر الرسمي لتطبيق التقنية بعد ما تاخد الرخصة من الاتحاد الدولي مدة الاربعين يوم من خلال تجارب سابقة ومن خلال أراء الحكام الدوليين مدة غير كافية الاتحاد المغربي أنا النهاردة سألت الاتحاد المغربي منذ شهر سبعة الماضي بيعمل تجارب ومحاضرات نظرية وعملية للحكام على مدار من شهر سبعة لشهر اتناشر خمس شهور بيعمل محاضرات نظرية وعملية وكذا مرة بيبعت الاتحاد الدول الاتحاد الدولي بيرد عليه وبيبعت مراقبين لهذا الملف وبيتم إعادة المحاضرات كذا مرة إلى أن حصل الحكام الدوليين أو الحكام في الاتحاد المغربي على الرخصة خدوها في شهر 12 اللي فات بعد ما خدوا التقنية طبقوا هذه التقنية أوفلاين على مباريات في كأس العرش في المغرب في نصف نهائي كأس العرش بعد ما تم التطبيق أوفلاين أصبحت تقنية جاهزة وهتطبق لسه من أول اتنين يعني الاتحاد المغربي بيشتغل حوالي 7 شهور في هذا الملف عشان يبدأ يتطبقوا من أول اتنين فكرة الاربعين يوم أنا أتمنى أتكون سليمة بس أنا خايف تكون المعايير المشتغل بيها أو السرعة في إنجاز هذا الملف تسبب لنا مشاكل في تطبيق التقنية خلال الفترة اللي جاي اللي نحن في النهاية محتاجين لما نطبق هذا الملف يكون بنطبقه بشكل عملي وعلمي سليم جدا عشان ما يؤثرش على الدور المصري في الفترة الجالية لنحن عايزين الدور يستمر دون أي مشاكل ودون أي صوابات دي كان الجزء مهم جدا فيه متعلق هو متعلق فيه لتطبيق الفيديو أو تطبيق تقنية الفار في الفترة اللي جاي عند مجموعة من الأخبار هقولها سريعا كده معي طبعا نهارده الكابت المحمود الخطيب كان في استقبال اللواء محمد زملوت محافظ الوادي الجديد في هذه الفترة وهذا الاجتماع كان في مقر النادي الآلي في الجزيرة قدامنا هي صور خاصة طبعا من مقر النادي الآلي في الجزيرة لهذا الاجتماع اجتماع كان مهم جدا ضر حوالي صبل التعاون ما بين النادي والمحافظة خلال الفترة القادمة وده في إطار سياسة النادي الآلي للتعاون مع مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة النادي والرياضة المصرية بشكل عام واستكمالا للدور المجتمعي للأهلي الذي يكون بيه مجلس الإدارة ويحرص عليه منذ توليه المسئولية اللواء الزملوتر محافظ الوادي الجديد استعرض خلال الجلسة المسمرة البنية التحتية لمحافظة الوادي الجديدة التي تمتلك 40% من مساحة جمهورية مصر العربية كما تمتلك بنية تحتية رياضية جيدة تضم استهد الرياضي على مساحة 26 فدان وحمام سباحة ومدمار للجري وملعب خماسي من النجيل الصناعي طبعا الكتن الخطيب بنائش كمان مع المحافظ أوجه التعاون في مقدمتها القيام برحلات سياحية بيئية وعلاجية لأعضاء النادي الآلي خلال الفترة القادمة إقامة ندوات ثقافية عن المحافظة لأعضاء الأهلي في إطار برنامج اعرف بلدك الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة طبعا ده دور مجتمعي مهم جدا بيقوم به النادي الآلي خلال الفترة الحالية وهذا الملف النادي الآلي بيشتغل عليه منذ انتخاب مجلس الإدارة ومن ضمن بنود برنامج عائلة الأهلي الدور المجتمعي ودور الأهلي المجتمعي في هذه الملفات مع مؤسسات الدولة لدمج العلاقات الرياضية بالاجتماعية بالنسبة لعضو النادي مع جمهوري النادي الآلي في مختلف محافظات مصر الأستاذ ذا طريق أنديل عضو مجلس دارة النادي الآلي كان ليه كلام مهم جدا بخصوص عضوية الأهلي والتيسيرات اللي هكون موجودة قبل زيادة إبريل وكنا اتكلمنا فيها بالتأكيد في حلقات سابقة لكن بنأكد عليها ان ابتداء من أول إبريل المقبل هيكون زيادة في العضوية بالنسبة للعضوية الكاملة في مقر الرئيس وجميع الفروع وأيضا كمان العضوية في الفروع المختلفة بالنسبة للفترة القادمة في التويت الحالي اللي يقدر يشترك في عضوية النادي الآلي قبل زيادة أول إبريل لو بعد كده عايز يعمل عضوية الكاملة هيقدر يعمل عضوية الكاملة على القيمة الأديمة اللي هي اشترك فيها قبل أول إبريل كمان في إنشاءات وفي توسعها بشكل كبير جدا بتتم خلال الفترة حالية في مقر الشيخ زايد وبالنسبة للقاهرة الجديدة أيضا كمان بالنسبة للمرحلة القادمة شغل الهيئة الهندسية لقوات المسلحة بدأ في الفرع الرابع في القاهرة الجديدة كمان النادي الآلي بيطرح ثلاثة منقصات وممارسة للعام المالي الحالي بنظام المظروفين الفني والمالي وهذا النظام متعلق بالشركات المتخصصة في مجال النقل لجميع الانتقالات بالنادي سواء داخل القاهرة أو خارج القاهرة وهتكون لمدة سنة ده الجزء المتعلق على فكرة بمسألة التنقلات للفرق الجماعية والألعاب الفردية في النادي الآلي في إقامة العديد المباريات سواء داخل القاهرة أو خارج القاهرة للانتقال ما بين محافظات جمهورية مصر العربية ونادي الآلي بيحاول قد يمكن بيشوف أبرز أو أفضل الطرق في موضوع النقل الداخلي بالنسبة للألعاب الفردية والألعاب الجماعية بالنسبة للمرحلة القادمة وهيكون فيه منقصة في هذا الملف وفتح مظروف مالي وفني خلال الفترة اللي جاية طبعا أطلق كل الجهاز الفني استعام بقايمة فيها 20 نلاعب وفيه محاضرة في هذه اللحظات داخل فندق الإقامة استعدادا لمباراة طنطة وابتدى الجهاز الطبي يشتغل بقى على جهزية وليد سليمان وأيضا كمان اليود ينجي خلال الفترة القادمة أملا في لحقهم بمباراة إن شاء الله مباراة المأولين يوم الأحد القادم كمان شريف إقرام النهاردة كان موجود في ماران الأهل الجماعي لكن الجهاز الفني فضل عدم دخوله في قائمة المباراة إلا بعد مباراة طنطة عشان يكون جاهز بنسبة 100% خبر معايا متعلق بقى بتكنية الفار اتحاد القرى بيتعاقد على أربع عربيات تنقل تلفزيوني بالنسبة لتطبيق هذه التقنية في المرحلة اللي جاية لكن الفكرة بقى هل العربيات دي هتتنقل ما بين الملاعب عشان تطبق التقنية ما بين ملعب وآخر في الفترة اللي جاية ولا هذين العربيات هتكون سبتة في الملاعب ده شيء بالتكيد هنعرفه في فترة جاية عندما يتم الإعلان الرسم من الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الحصول على الرخصة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم طبعا المحاضرات النظرية والعملية شغالة في التوقيت الحالي في الملعب الفرع لأستاذ القاهرة وبحضور وليد العطاء المدير التنفيذ الاتحاد القرى جمالي الغندور رئيس لجنة الحكام طبعا في 54 حكم مع مندوب الآيفاب طبعا دي هذه اللجنة أو هذا الاتحاد المسؤول عن تطبيق هذه التقنية مع الحكام موجود معهم في المحاضرات النظرية والعملية في التوقيت الحالي في الملعب الفرعي لأستاذ القاهرة وتم تحديد هذه الجلسات من خلال مدة زمنية كل يوم جلسات بتكلم في 8 ساعات سواء فترة صبحية أو مسائية للحكام من أجل تنفيذ هذه التقنية خلال الفترة اللي جاية وجهزية الحكام بالنسبة للمرحلة اللي جاية طبعا دي كانت مجموعة من الأخبار والقضايا المهمة اللي كنا ننازم نتكلم فيها مع جمهوري النادي الأهل بالنسبة للمرحلة القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل الفقرة الحوارية الأولى وفي ضيافتي الكابتن أسامة عربي والأستاذ محمد داباهي والعديد من المحاول والقدرية بالتأكيد عن ناقشة معهم في الفقرة الحوارية الأولى ولكن بعد الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية الأولى من برنامج الأهل الليلة وفقرة مهمة جدا لأنه عندنا ملفات كتيرة والنهاردة بالتأكيد دا ديوفي بنتكلم في رؤية فنية ورؤية إعلامية ووجهة الإعلام الرياضي والصحافة الرياضية في الأحداث الرياضية فيما هو متعلق بالدور الممتاز وبرات الأهل وطنطة أيضا كمان دوري الدرجة التانية وفيه كلام كتير جدا في دوري الدرجة التانية وعلى فكرة أسيره رايح قوي للدور الممتاز فيما هو متعلق أيضا كمان في مسألة البس الفضائي وحقوق التسويق وربطة المحترفين هل هتتطبق في الممتاز المحترفة في الدرجة الأولى بس ولا في الدرجة التانية هنتكلم عن البطولة الإفريقية حلقة أو فقرة فيها تفاصيل كتير جدا والنهاردة هنسمع وجهات نظر مختلفة لأننا معنا وجهة نظر فنية ووجهة نظر إعلام رياضي ونقاط رياضيين في البداية برحب بالتأكيد بالكابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني وصاحب التجارب العديدة مع الأهديد من الأندية في الدوري المصري كابتن أسامة نور الدنيا وأهلا بيك في قناة الأحيان أساس محمد وأستاذ باهي لما ستقدمه الجمهير النادي الأهلي وكل الجمهير المصري أستاذ محمد داباهي الناقض الرياضي وصاحب الكواليس والأسرار في مسألة الممتاز بالتأكيد خلال الفترة الأخيرة فرحب بيك ووجودك النهاردة معنا بالتأكيد هيسري المادة الإعلامية في هذا الحديث أهلا بيك أساس محمد وأهلا بكابتن مصر كابتن أسامة عرابي وأنا سعيد معكم النهاردة وأهلا باستاذ مشاهدي أهلا بيكو طيب عن التكلم في محاور كتيرة أبدأ بس الأول بالحديث عن دوري المظالين ومش عن التكلم في فنيات قوي بس عن التكلم في الحصاد على الدرجة الأولى والدرجة الثانية أو الممتاز والممتاز بيه في الفترة القادمة كابتن أسامة الدرجة الثانية أو الممتاز بيه زي ما بيطلق عليه بالمسمى المعروف حصاد الممتاز بيه هل شايف فيه مفاجآت هل شايف فيه فرق هتبقى وعدة أو تصعد للدوري الممتاز خلال الفترة الجاية ولا شايف المستوى الفني الزي آه ما فيش شك في كده فيه فرق عريقة ظروفها متأخرة ومتأزمة جدا وفيه فرق تعتبر جديدة في المجال الكرة ما بقلهمش مثلا أربع خمس ست سنين وابتدوا يصعدوا ومتسيدين أكتر أو يمكن ثلاث فرق منهم هم ثلاث مجموعات متسيدين المجموعات اللي هي سيراميكا في مجموعة القاهرة وفارقه في مجموعة بحري والبنك الآلي في مجموعة الصعيد يعني ثلاثة جداد على الكرة المصرية أنا بتكلم في عدد السنوات لما تيجي بقى تشوف فرق كبيرة عريقة زي الترسانة مثلا موقفه متأزم جدا عنده تسعة نقط سيراميكا الأول عنده سبعة وعشرين نقطة يعني فرق شاسع ده ترسانة مثلا بعرقته دي بصارع من أجل البقاء بقاء في المنتز به آه المريخ بتاريخه الكبير برضو نفس الشيء بترجيت بترجيت متأرجح يعني هو بعيد شوية عن المنافسة ولكن مكسب الماتش الأخير وسل لخمساشر نقطة بس طبعا لسه بعيد جدا عن سيراميكا المتقدم في المجموعة بسبعة وعشرين نقطة ففي فرق كتيرة كانت في الدور الممتاز أو فرق جماهيرية موقفها صعب وفي فرق صعدة أو بقالها مدة قليلة في الدور المصري أو على السمع حتى بالنسبة للجماهير المصرية في ناس كتير يمكن ما تسمعش عنها قوي ابتدوا بهمة اللي في المقدمة دي من طبعا من الحاجات الواضحة وده أنا شايف أنه عنصر المادي فرق كتير جدا وفرق في الكرة في العالم كله في شكل كبير أنت بتكلم سيراميكا طبعا معروف ممكن أن تكون كبيرة أو يعني شركة خاصة ومعروف نفس الشيء فاركو نفس الشيء طبع البنك الأهلي فواضح أنه عنصر المادي طبعي في شكل كبير فرق كتير جدا في الكرة في السنوات الأخيرة يمكن أكتر من سنين قبل كده فاتت كان الاحتراف فيها قليل شوية يعني كان الانتقالات للعيبة كانت قليلة الموارد كانت قليلة من 10-15 سنة مثلا أنا أكلم بالنسبة للكرة المصرية لكن الفترة الأخيرة واضح أنه العنصر المادي بقى مؤثر كتير جدا 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 في كرة القدم طيب أستاذ محمد هل كلام الكابتن أسامة على مجموعة القاهرة فقط ولا لا بالعكس لمجموعة التلاتة بنفس المعيار التأثير المادي طاغي أكتر على الأسامي أو الإمكانيات الفنية أو حتى الجزء التاريخي لهؤلاء الأندية الموجودين في الممتاز به بص لو بصيت للتلات مجموعة هتلاقي طبعا على رأس كل مجموعة فريق مؤسسات وهتلاقي برضو المركز التاني باستثناء بنسوف برضو فريق مؤسسات وعيقات وشركات ده يعني أن دور الممتاز به أن الكرة الجماعيرية في خطر الجماعيرية أو جماعيرية اللعبة وشعبية اللعبة في خطر بالنسبة لدور الممتاز به وقسم الثالث بالذات لو بصيت هتلاقي في المجموعة الأولى البنك الأهلي ثم بنسوف والألمونيوم والألمونيوم يدوبك فرق بون يعني معنى كده عنديت مؤسسات المجموعة الثانية هتلاقي سيراميكا وهتلاقي الداخلية وهتلاقي قناة يعني معنى كده مؤسسات هتلاقي المجموعة الثالثة هتلاقي فرقه هتلاقي غز المحلة مؤسسات يعني معنى كده أن جمارية اللعبة وشعبية اللعبة لو لم تبحث عن وسيلة لإنقاذ الأزيل أندية الشعبية من الغرق هتتهاوى دي النقطة النقطة التانية أنا برضو مع كابتن أسامة عربيو في النقطة مهمة جداً للمدة لأ فين أندية معهم فلوس النهاردة أبو إيري الأسمدة جايبين لعيب أغلى لعب في دور القسم التاني في الأفارقة هو كرافالة 500 ألف جنيه بما يعني أن عندهم أقل عقد شارينه بالسعر ده ده شارينه ده غير عقده غير 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 فلوسه هو 500 ألف جنيه في الممتاز بيع طبعاً رقم كبير آه طبعاً جايبينه من دامانهور ب500 ألف جنيه بعد صراع مع فرقه وفي أسبيه أبو إيري الأسمدة نهاردة هالي عقد في أبو إيري الأسمدة كام؟ 250 وإنت طال لحد 350 وممكن 400 كمان طب تعال شوف أبو إيري الأسمدة في مركز الكام؟ مركز التاسع تعال شوف الترسانة ترسانة الأول مرة في تاريخ نادي الترسانة يتخطى حاجز أو يتخطى عقد لعب 300 ألف جنيه وإنت طالع وجايبين لعبة أصلاً كمان كانت من الدور الممتاز إذن هنا المادة مش كل شيء تعال شوف شبان إينا أقل عقد في 36 نادي كام؟ 30 ألف جنيه النهاردة كامل الزين ما بكلمه بقوله أنت هتجيب لعبة هتجدد لعبة بكام؟ في يناير صفقاتك قال لي بـ 7000 ونص بديله 7000 ونص عشان إيجي يلعب لي في يناير والترسانة بدورة على اللعيب بـ 400 ألف جنيه إذن هنا العملية مش عملية مادة بس النهاردة شبان إينا في المركز الرابع في المربع الزهبي إذن هنا الإدارة فتش عن الإدارة ثم فتش عن استقرار استقرار العملية مش عملية فلوس وخلاص أنا معي فلوس أجيب لعيبة لا 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 طب أنت عندك فيه أندين النهاردة عملت صفقاتك كابتن أسامة في يناير أنا استغربت لعيب بقاله أربع سنين جايب جنين ومهاجم بيدور فرقة بتدور على مهاجم جايبين لعيب جنين يا كابتن أسامة جنين جنين السنة اللي فاتد وجن السنة اللي قبلية والسنة دي مجابش ألا جون ويتعاقدوا معي فلوس يناير طب دقاء هايجي هايجي هانقذك إزاي هجيب لك الجون فيه جايب سرد باك مسأل وجايب حارس مارما داخل فيه جون قد كده إزاي يعني الناس اللي بتدور على الصفقات عشان تدعم واي واي والحاجات اللي عملية مش عملية إمكانيات عملية إدارة زي إزاي إنت تبحث عن الأنسب اللي هو ينتشلك أو يمكزك زي ما بيقول طيب كابتن أسامة تفضل طبعا أنا باهي في جزئية إنه المادة مش فقط ولكنها مهمة جدا لكن زي ما هو قال عنصر الإدارة مهم جدا مع المادة مهم لكن هي بقيت عنصر كبير في كرة القدم يعني أساسي أه طبعا بس أما حاجة إزاي تدير هذه المادة أه طبعا ممكن زي ما هو قال بالظبط إنه ممكن فيه أندية تبقى معها إمكانيات مادية ومش بتدير المنظومة مصبوط يعني طيب واضح من كلامكو إن الدرجة أو الدور الممتازة الفترة الجاية مقبل على تصايد أندية مش أندية جمهرية بالإضافة إلى أندية الموجودة في الدور الممتازة مش أندية جمهرية واضح إن التأثير الدور الممتاز جاي نابع من الممتاز به يعني الأندية الجمهرية بتفقد قيمتها في الدور الممتاز وبتنزل معظمها للدرجة التانية ولما بتنزل بتاجد صعوبة في الدور الممتازة التانية وبتطلع شركات أو بتطلع أندية رأس المال بيتحكم فيها بنسبة كبيرة جدا فبتبقى موجودة بشكل رسمي في الدور الممتازة بعد كده طبعا أنا قلت لك عشان ناحية المادية مؤثرة مع الإدارة الكويسة طبعا مش في مصر بس في العالم كله أنت بتعرف تشتري لعيبة جيدين بفلوس أنت بتعرف تجيب مدير فني كويس بفلوس أنت بتعرف تصرف على مكافأات ما فيش متأخرات على لعيبة ما فيش مشاكل عندك إدارية لكن من الجايز أن فرقة تبقى إمكانيات المادية يحصل مفاجأة أو تفرى في سنة من السنين أنها تصعد بس ديها تبقى صدفة لكن في الغالب اللي هو عنده قوة مادية طبعا مع جانب الحاجات اللي أستاذ بها هي العليقة لإدارة والكلام ده هي اللي بتبقى في المراتب الأولى مش بس في الدرجة التانية حتى لو شفت في الدور الممتاز هتلاقي كده لو شفت في أوروبا هتلاقي كده الأندية الغنية هي المتسايدة وطبعا مش عايز أتكلم كتير على تجربة بيرامدس بس تجربة واضحة جدا كل الوضوح في مصر تتتخذها مقياس على كل هذه الأمثلة نادي بقاله سنتين أو ثلاث سنين ضخ أموال بطريقة معينة جاب لعيبة مميازين جدا في سنة وصل نهاية كياس بقصيف الدوري أو تالت الدوري يمكن ظروفه متعسرة السنة دي لكن أنا بقولك أنه وفي كونفدرالية الفريل الوحيد اللي ضامن التعاول للدور التمانية آه طبعا ولم يخسر أي مباراة في طورة أفراقية السنة دي فدي جاية من عنصر ده مع الإدارة أنا أكيد يعني طبعا بالنسبة لنحن بنتكلم في الدوري الدرجة الممتازبة أنا في نقطتين تلاتة كنت كلمتي فيه مقابل كده وبحب عيد تاني عليهم فقرات الأهل أولا المجموعات اتنشر فرقة في كل مجموعة ده عدد لا يليق لا يليق بدوري محترفين مصري فيه انت الشعب المصري في الوقت يوصل يمكن 140 مليون سومش دوري محترفين ماشي دوري تاني في مصر دوري تاني لا هيلك للممتاز لا هيلك للممتاز ما انت عايزة تطلع فرقة قوية وعايزة يطلع كون انه كل مجموعة تبقى اتنشر فرقة اتنشر فرقة يعني بيلعب حداشر مباراة في الدور يعني بيلعب اتنين وعشرين مباراة في الدوري كله ده مش مستوى دوري يطلعها تلعبها مميزين قوي لعيب لازم يلعب احتكاكات اكتر من كده يعني أقلها الدوري الممتاز اللي هو به ده اللي هو تحت الدوري الممتاز ألف يعني ما تقول ما فيش أنديه يبقى 16 أنا عايزهم 18 زي الدوري الممتاز بس 12 فرقة ده الدوري ده ما ياخدش 3-4 شهور اللعب ما هو الدور الأول خلص بس أنا في نقطة عشان قبل بكاملها يا كابتون أساني سيد محمد العدد ده تم تقليصه عشان عايزين يروحوا لمرحلة المجموعة الوحدة صح كده؟ بس أنا حسب متابعيتي للدور الممتاز بيه في فترات اللي فات والسنين اللي فاتت كل سنة العدد بيقل وعرض الهابتين بيقتر عشان في النهاية توصل لمرحلة أن الدوري الدرجة الثانية والممتاز بيه بقى مجموعة واحدة بس أنت عندك مشكلة كبيرة أنت عندك السنة الجاية عايزين نعملها مجموعة واحدة السنة الجاية؟ اه لو عملتها 18 أنا معاك ودوري المحترفين زي الدوري الممتاز حل؟ طبيعي وإحنا معنا دوري المحترفين قلبا وقالبا ولكن آلئة التنفيذ هل أنت عندك آلئة التنفيذ؟ يأ أنت بصيت وقلت نحن مش هنعمل 18 ده هيعمل 24 نادي دوري السنة الجاية معك بواحدة 24 24 أنت عارف يعني 24 يعني 46 أسبوع يعني سنة يعني طب هتجي تضغط هتضغط المتشار هل هينفع تضغط الرجاء يروح يلعب أسوال وبعد يومين هيلعب فرقة تانية طب إزاي؟ يوم رايح ويوم جاي ما تنخلته بقى دوري جمهورية مش دوري مناطق هتضغط الأيام مش هتعمل كل أسبوع عشان ما تخرج من حتة 46 أسبوع فهتقلص الأيام هتضغطها كل 3-4 أيام إزاي واحد في الشمال هيروح يلعب واحد في الجنوب هدي يوم رايح ويوم جاي ويوم راحة طب المبارة اللي بعدها هلعب إمتى؟ وإزاي؟ وكابتل أسامة هو طبعا دي هتنعكس عن نواحي الفنية حيضطر فيه كلام اتقال ممكن يتعامل مجموعتين طب خلاص بقى مجموعتين بمجموعتين بقى أعملها 3 زي ما موجودة دي ناحية ناحية تاني بأكد على كلام كابتل أسامة أما انت لعيب يلعب 22 مباراة انت كابتل أسامة هتقايد كم لعيب انت كابتل أسامة 30 لعيب القيمة بتقول 30 لعيب هتستعمل 30 لعيب في 11 مباراة؟ لا طبعا باستحالة صح؟ اللي ملعبتش طب انت ظلمتهم ألا ما ظلمتهمش هيروح يلعبوا في نادي تاني وش هيروحوا هتضطر يتعمل استبدال واستكمال في يناير طب زي كان انت بستعملش العدد اللي عندك كله استخدمتوش دي برضو كرسة برضو طب يا كابتل أسامة يعني العلد يقل ولا يزيد لازم يزيد أيو لازم يزيد مرحلة انتقالية غيرت لم يبقى مجموعة واحدة آه ماشي بص لو هتوصل انك انت فعلا هتطبق انه يبقى دوري واحد وده الاصلح للقراء المصرية مفروض أقوى وأقوى وأقوى طبعا لما تلعب مثلا يكونوا 18 فرقة أنا معرفش بهاي بيقولون بـ 24 ماشي بس طبعا هتبقى مضغوطة جدا بس صعبة شوية 24 لكن 20 ماشي ماشي 20 ماشي 20 ماشي دوري الإنجليز 20 دوري كذا 20 ماشي ما فعلش احتمالات خلاص هو الشروط المسابعة حقيقة بخمسة يعني تبقى سبعة سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين مع الثلاثة اللي صعدين من قسم الثالث يبع بـ 24 خلاص اقصده انه يطبق هذا الكلام بقى مايبقاش مايبقاش في مرحلة بيتقال كده وبعين ساعة التنفيذ هيقولك لا أصل الفرق دي لا ماينفعش ما تنزلش أصل الفرق دي لا 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 هيقولك هيتطبق هيتطبق العدد لكن آلية التنفيذ هتنفذ ازاي هي بس ده المشكلة هنا المواضلة في التنفيذ هتنفذ ازاي هلا هتنفذ يبقى مجموعة 21 ولا تعمل السيزون مش هبقى فيه وقت مناسب لانك تلعب 24 خلي بالك بس خلي بالك برضو الدرجة التانية خلي بالك ما عندهمش اي توقفات ما عندهمش حد يبقى رتبطت الكاس الكاس بس الكاس ماشي وفي الغالب كأكتر واحد فيهم بيكمل المباراة ولا اتنين يعني في الغالب وبيهتموش يعني معظم الفرق دي وانا اشتغلت الفرق في فترة معيها اشتغلت مع الفرق في درجة تانية ما بيهتموش اوي بموضوع الكاس ده يعني يعني حتى حصلت المفاجأة حصلت لمحصلتش انا مركز في المتازم لانه هو عارف انه في النهاية صعبة جدا 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 انه يكمل انه يوصل للاخر بيبقى اهمه الدوري اكتر سواء صعود او مثلا اذا كان بيلعب على بقاء او كده يعني بس دلاتي بقيت فيه مشكلة في موضوع الكاس ده ارتبط مشوارهم في الكاس بتصفيتهم في الجماعة الممي ماشي بس انا اقصد مفيش لعبة منتخب مفيش بطولات عربي مفيش توقفات مفيش توقفات فانت كونك انت بتلعب 11 اسبوع في الدور و22 اسبوع بس طول السنة دي بالزبط تاخد 3 شهور وحنقول شهرين اعداد 5 شهور يعني لعيب كرة محترف يفضل 7 شهور ما بيعملش حاجة او 6 شهور ده ما مش موجودة في العالم يعني ان وسعها اوي انداء لا ما هو ما هي ما انت كلمك مصبوط هي مفروض ما تبقاش وسعها اوي واتبقاش دياء اوي يعني هي اللغات عشرين نادي تبقى ممتاز تبقى مناسب جدا وعلى مستوى الجمهورية ويسعى التلت فرق اولا فيها يعني شيء من العدلة شوية ما يبقاش السنة عشتي دي شوية انا مرتين مرتين ابقى فارق عن الصعود اتنين بنت اطلع عن مرة اتنين واكني ما عملتش حاجة يعني سنة كنت مع جاسكو في بداياتي ديجلة صعد باتنين تلاتة بنت علي واكنك انت مرة في السكة الحديد نفس الشيء الداخلية صعد وانا بعدين تلاتة اربعة بنت تبقى صعبة كمان فكونت تلات فرق بتدي امل انه انه يعني فيه فرصة كذا فرصة فيه فرصة حتى اللي هو مثلا الخامس والسادس والسابع هيبقى عنده فرصة ان يطلع تالت مثلا انت لو بتيجي تشوف الجدول دلوقتي يكد يكون يعني يعني فيه مجموعتين المنافسة لسه واضحة فيهم فيه مجموعة ممكن يعني ماتش كمان وخلاص يعني ممكن يبقى الموضوع مجموعة سيراميكا دلوقتي سيراميكا 27 نقطة القناة التانية 19 الداخلية 319 فرق بينهم 8 نقطة ولسه 11 مباراة بس فرق كبير في النقص 11 مباراة يعني لو كسب اي واحد فيهم 90% خلاص صعب طيب انا اعمل مقاطع بس لان معانا خبر مهم كابتن محمد عظيمة كان بتاكيد شغال مع النجمة في الفترة الاخيرة ووجه يعني قدم استقالة نجمة لبناني قدم استقالة وحاليا نسافر ألمانيا فكان عامل تجرب مميزة جدا سواء في عمان او في لبنان فنتطمم منه بس نشوف خطواته في الفترة اللي جاية كابتن محمد عبدالعظيمة عظيمة الاول برحب بيك على الشرق قناة الاهلي وموفق يا رب ان شاء الله حاكم موجود دلاتي في ألمانيا السلام عليكم عليكم السلام وطبعا عرفتني معك كابتنك كبير يعني كابتن السامة والاستاذ محمد باقي لإعلام كبير وحاشني جدا يا محمد والله اكيد جلسة جميلة اكيد بالتأكيد يا كابتن عزيم طيب اولا عايزين نعرف بس ليه طرقت نادي النجمة اللبناني وفي الفترة الاخيرة كان دايما بتبقى موجود في عمان وفي لبنان في كذا دولة عربية بيبقى دايما كده لك وجود مع الأندال العربية في فترات الاخيرة ليه طرقت نادي النجمة وليه روحت الألمانيا في التوقيت الحالي وانت عامل تجارب قويسة حتى في الخليج طبعا للأسف يعني يعني أنا النهاردة يعني فتخت عقدي بالتراضي مع نادي النجمة نادي النجمة كبير طبعا عنده جماهير عريقة ومجرد الضرم والعبين كانوا على مستوى عالي نادي النجمة نادي كبير طبعا معروف بجماهيره في لبنان من طبعا من أعرق الأندال الموجودة في لبنان والعرب يعني ليه اسمه كبير ما شاء الله عليهم إنما زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين في الفترة الأخيرة حوالي شهرين أو ثلاث شهور فيه دايما مظاهرات وفيه دايما يقول وكده يعني الحياة أوضاع غير مناسبة للاعبة كرة القدم يعني يعني الأوضاع غير مناسبة ودم تأجيل الدور أكثر من مرة يعني يعني الحمد لله كاتر أمور كلها ماشية كويس إنما للأسف طبعا أكيد في حصل ضرب أو حصلت أزمة مالية مش في النادي فقط لا في لبنان كلها وبناء عليه طبعا الدوري بدأ يتأجل مرة 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 بغاية لما بنسبة 90% الدوري إنشاء تلاعب في لبنان السنة دي أو لو هيتلاعب هيتلاعب بشروط عدم هبوط بدون أجانب للتوفير يعني للتوفير المالي فأي يعني أنا اتكلمت مع المجلس الإدارة وقعدنا مع بعض واتفقنا على إنه برضو أنا مكونش حملة مالي عليهم كبير وفي نفس الوقت أنا شوفنا يعني أو تبنى حاجة كويس أو انطباع كويس للمدرب المطر هناك في لبنان أكيد أنا شوفت لك شوفت لك مباراة الترجف أنا معهم نعم شوفت لك مباراة الترجف في البطولة العربية كنت عامل مباراة بيريا سواء جدا سواء في رادس أو حتى في بيروت الحمد لله احنا كنا لعبنا كويس يعني كان عندنا أمل السنة إنه ناخد الدورة في لبنان وكاف الفرقة كويسة عملنا شغل كويس كنا متصدرين طبعا لعبنا باراتين طبعا بيقول يعني يعني الظروف ما جاءت زي ما احنا عايزين والحمد لله على كل شيء طيب حاسم طبعا نادي النجمة الكبير أكيد ومشكر الجهاز الفن المعاون طبعا الإدارة والجماهير والناس كل الناس اللي كانت شغالة معنا المنظومة كلها على الفترة الفائدة ودائما بتبندرهم التوفيق في الفترة اللي جاية إن شاء الله رب العالمين طيب محدد قطوطك الفترة الجاية كابتن عظيمة ولا عندك محاضرات في ألمانيا في التويت الحالي والله لا أنا جيت يومين ثلاثة بسينا على ألمانيا هتفجل نفسي لسه في الاتحاد الألمانيا شوف الدنيا لو في عندي أي محاضرات ممكن أعملها في الفترة اللي جاية لو ما فيش طبعا فيها جاية لبرضو عروض الفترة اللي فاتت برضو سهى محاضراتك قلت بالبداية إن أنا كنت موجود في عمال السنة السادس والموسم اللي سات وربنا كرمنا طبعا وخدنا مع نادي الضقار الدوري والكاسي ناك بدون هزيمة وعملنا شغل كويس جدا معاهم في بعض العروض برضو قاتل مننا همان بس بش نادي الضقار بس نذاب بدرس كل الأمور دي كلها ونشوف إن شاء الله الأحسن ربنا يكرمنا فيه إن شاء الله رب العالمين كابتن عظيمة أتمنى لك كل التوفية رب في الفترة اللي جاية وإن شاء الله تكون عندك تجربة جديدة في الدوريات العربية الفترة الجاية إن شاء الله لك تجربة عديدة وكابتن عزيمة معاكم هو لو عايز كابتن عزيمة عايز يقول لك حاجة زجعة عظيمة أخبرك إيه عزيمة أنا يا كابتن وحشني والله الله يخليك وحشني جدا فاكر آخر جهاز كنتم مع بعض آه طبعا آخر جهاز كنتم مع بعض جهاز فني آه طبعا طبعا آه تجربة كانت آه آه زريفة ولكن آه سبحان الله بقى فيه زروف حصلت في الآخر كده يا اللي ما كملتاش يعني لكن آه آه عظيمة من المدربين الكويسيين وطبعا آه شرفنا وشرف المدربين المصريين في عمان آه عمل نتاج هائلة جدا مع زفار وخد الدوري وأيضا في النجمة اللبناني وآه وإن شاء الله ربنا وفاك في المرحلة الجاية عظيمة يعني حبيبة كابتون السامح أنت برضو يعني كابتلنا في الملاعب وكانت في النادي الأهلي أو أو منتخب مصر طبعا كنت موجود معنا برضو أو كنت أنا موجود معاكم وكنا موجودين مع بعض لا طبعا كنا موجودين مع مارتين يول استفدنا جدا من خبراتك ومن كل الناس اللي كانت موجودة هناك دايما بنستفيد منك يا بكبات ما شاء الله عليك على خلق عالي والناس كلها دايما بتشرك تشكر فيك وانت رمض طبعا من رموز النادي الأهلي الله يكريمك عظيم الله يخليك نتقبل أعريب إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله oralيا يخليك كابتون مثلا طبعا الأستاذ محمد دايما شكرا الله يخليك من شمرة كابتون عظيمة وكل التوفيال لك رب وإن شاء الله الفترة قد 폭 ehrlich أشوفك فتاجروبة جديدة كده في الخليج أو في مصر إن شاء الله لأنك من المدربين المدربين اللي خدوا لائسنز البروفيشنل من الاتحاد الألماني وبيحاضر في الاتحاد الألماني لكورة القدم فدي حاجة فخر وشرف لأي مدرب مصري أو أي مدرب أهلاوي فأنت تسأل كل خير وبالتوفيه دائمًا لكابتن عظيم حبيب أستاذ محمد مشكرين جدًا شكراً جدًا لجميع الناس شكراً جزال لحضرتك نستكمل الحديث لأن كان خبر معنا دلوقتي كان استقالته أو توجيه شكر للإدارة النجمة عن الاستمرار فكان مهم جدًا نتطمن على الكابتن عظيم لأنه كان مرضو أحد المدربين الأهلوية اللي موجودين في الدوريات العربية طبعًا طبعًا زي ما قلنا أنه محمد عمل نتائج هيلة في زفار عمل نتائج كبيرة وظروفه هو حكى عليها في لبنان يمكن ما خلتهش يستمر لكن إن شاء الله نتمنى له التوفيق في المرحلة اللي جاية إن شاء الله طيب كنا نتكلم بقى عن الفرق والمنافسة اه فاتفضل محمد أنا عبتكلم على عملية الإمكانيات أنا بصيت لو المجموعة الأولى مين أغنى فرقة في المجموعة الأولى وشوف مركزها إيه المينيا أغلى عقود وأغلى إمكانيات حتش يقول البنك الأهلي وبنك الأهلي وبنك الأهلي متوسط العقود عندهم تبقى لقيمة عقود رب العيبة 150-180-200 المينيا 200-250 وإنت طالع في مركزه إيه المركز السادس وكان معاه جازبان المحترم وكان سامير كامونا في بداية الموسم لو بصيت لسواج أغلى مدرف في تاريخ الصعيد دلوقتي مين؟ أحمد كشري أحيي أغلى مدرف في تاريخ كرة المصرية من ساعة متعمل سنة 22 لحد النهاردة في عندية الصعيد هو كابتن أحمد كشري بس لسه نسك المسؤولية أنا بتكلم على الإمكانيات النادي بقى عنده إمكانيات دلوقتي سواج وقابليه كان كابتن نبيل محمود برضو يعتبر كان أغلى لكن كابتن كشري تخطف الرقم في المركز الكام مركز العاشر لبصيت المجموعة الثانية طبعا سيراميك أحد سواء حرك بترجيت أغلى عقود في جامعة في 36 نادي والدخلية والدخلية ماشي في المركز الثاني لا بس الدخلية مش أغلى عقود مش أغلى عقود لا متوسط تلوقتي إذا نزل يعني ضرب النص كما بيقوله بترجيت أغلى عقود وصل لعقد اللعيب مليون جنيه لأنه طبعا هابط من دولة ممتاز وكان بنفس العقود اضطر لأنه يستغنى عنهم في يناير عنده جايب حارس مرمى من الشمس في 750 ألف جنيه ما لعبش ماتش إذا هو أمر متفاول إذا لنا الإدارة جماعة يبقى أمر متفاول الإدارة أنا معاك تماما لازم يبقى في إدارة بس لازم يكون برضو العنصر المادي موجود لأنه بقى مؤثر ما فيهاش كلام ينبقى مؤثر طبعا يعني لكن أنا معاك الإدارة طبعا تفري كتير طيب كابتن أسام احنا بنكتب الحديث عن الناحية الفنية للممتاز بي لأنه عندنا حديث عن الأهل والبطول الإفريقية وأعجي أخذ رأيكم في كذا قضية في الفترة الحالية من أعرب الأندية اللي أنت من دلوقتي بعد نهاية الدور الأول تقدر تقول قريبة من الصعود للدور الممتاز سيراميكا لأنه عنده 27 نقطة ويا لي القناة والدخلية 19 فرق كبير 8 نقطة خيل أنت لا محالة لو القناة والدخلية في الماتشين اللي جايين لهم مع سيراميكا ما كسبوش مش هيخش معه في المنافسة يعني سيراميكا لو كسب القناة أو الدخلية أنا بقولك هو تأكد أنه هيصعد يعني بنسبة 95% لإيه لأنه لو هو كسب القناة هيبقى 30 أنا بتكلم أنا عمش عاف ما تشوم إمتى بس أنا بقولك يعني هيبقى 30 والقناة 22 هتبقى القناة سعط ما هو طبيعي لو عايز يسعط لازم يكسب المنافس اللي بي لا معلش هو سيراميكا هيستمر في المنافسة حتى لو خسر من القناة الدخلية عشان فرق نقطة فرق نقطة لكن هو لو كسب واحد فيهم أو خدر بقع بنت من واحد من الاتنين وبعدين هو نتايجه هاي للصراحة عامة 8 فوز 3 تعادل ما تغلبش ولا مرة طول الدور الأول آه 15 له 15 أرجون وعليه 5 يعني أقوى هجوم وأقفى تفاعل وهي لعب الدخلية المشي الجاي هيلعب الدخلية هو هيلعب الدخلية لو 19 تمام بص لو الدخلية ما كسبتوش يبقى الدخلية برا المنافس تمام المجموعة التانية المجموعة التانية اللي هي فرقه غزل المحلة وده منهور دول متقاربين يعني فرقه ماشي أول ب23 نقطة دايما مجموعة بحر بيبقى في المنافس الغد آخر لا ومجموعة القيرة والله بس السنة دي مش عاقف ليه الفرق وسع كده شوية لأن النصر بعيد ترسانة بعيد بترجيت مفاجأة مفاجأة يعني عنده لعب هيلين وعنده مداربين هيلبس مش عارف بعيد يعني 15 نقطة بعيد أعتقد يبقى صعب عليهم المنافسة على الصعود لكن في بحري في 3 فرق بحري في فرقه 23 نقطة في غزل المحلة 21 نقطة في ألعاب ده منهور 18 نقطة في 16 بقى المنصورة والرجاء والبلدية عندهم أمل ناشي لكن طبعا هي واضح أن فرقه غزل المحلة وألعاب ده منهور هم الأقرب حتى الآن إن حد فيهم يصعد يعني لأنه مجموعة الصعيد ومجموعة الصعيد في البنك الأهل 24 نقطة بني سويف 23 نقطة الألمونيوم 22 نقطة الشباب شبان إنها 19 تليفونات 16 كل دول عندهم لسه أمل فرصة وإن كان البنك الأهلي وتليفونات بني سويف هم اللي بيتبادلوا ما حد فيهم يبقى أول يعني يرجع تاني يعني واحد يطلع أول يعني الاتنين ماشيين بخطة سبتة يعني فأنا بتكلم في إيه عدد المطشات الأوليل ده مع الفوارق دي ببصع ما بيديش مساحة للمنافسة ولا تشوف مستوى فن كبير غير 15-16 فرق ده أنا في مباركة بتكلم فيها تخيل أنت القناة كان بينافس على مثلا المركز الأول لو اتغلب ممكن ينافس على الهبوط لأن في 5 فرق بتهبط فأنت لو بتيجي تشوف اللي هو اللغاية الكوكاكولا والنصر وشبين 14 نقطة القناة 18 نقطة يعني تخيل وعد دلوقتي 19 بعد ما خد النقطة الأخيرة بينافس على الصعود ممكن ينافس على الهبوط هو طبعا مش ينافس على الهبوط بس أنا بقولك ممكن ينافس على الهبوط تقارب النتائج تقارب إلى النقطة لأنك أنت بنزل نص الدوري أنت بتلعب 12 نزل نص مجموعة طبعا بس أنا شايف بالنسبة للمجموعة التالتة يمكن ده منهور بيزوء شوية ده منهور النهاردة بيع أغلى اللعيب أفضل اللعيب عنده هدفه بيعقول لفاركو فإذا فاركو عندهم هدف الدوري هو علي بهيج خد واحد محسن بقى الاتنين في فرقة واحدة إذا أنا منافسة بين فاركو وغز المحلة وأنا شايف إن أبو بقير هيفوق في الدور التالي شايف إن بلازية المحلة برضو هيفوق لأن عندهم إمكانيات أنا بتكلم على أن صفقات يناير مش هتفيد ألا الفرق اللي هي في وسط الجدول مش اللي على القمة اللي على القمة خلاص معادة دي وبنفس اللعيب بالعكس لو جاب لعيبة ممكن يهدوني الاستقرار ده فهو عنده إمكانيات جيدة بالمجموعة المعادة بالزبط يعني مثلا شايف فرق مثلا زي الإعلامين في المجموعة الأولى جاب صفقات كويسة وهتفيده وأنا شايف إن الإعلامين هيبدأ يخش في موضوع المنافسة في الدور التالي بزاد أقول لك على حاجة الألمونيوم ده مش مش ماشي مركز ثالث ده ممكن إسبوع الجايب أول لو هو البنك الأهلي مسا يتعادل مع الألمين أو اتغلب من الألمين لو بان السوف رايح شبان إينا وشبان إينا متغلبش على ملعبه لو تعادل الألمونيوم لو كسب هو عنده فرص على ملعبه باقي أول إذن هي اللعبة الكراسي الموسيقية في المجموعة طيب اللعبة الكراسي الموسيقية ودائما الممتاز به مليب الأحداث ودائما المباريات ساخنة السؤال بقى الأهم عشانك تنبيه الملف ده دور الممتاز به وده ليه علاقة برضه بالممتاز ألف لأنه بيحصل اندمج ما بينهم في مباريات الكاس هل في أزمة في مباريات الممتاز به في موضوع البس والرعاية وفي موضوع نائل المباريات وفكرة كمان الرابطة المحترفة في الممتاز به فيها أزمة ولا بفاش أزمة ده الموضوع ده محتاج ساعات أقول لك ده ساعات طبعا ده قمة الأزمات أقول لك على حاجة اسأل الأندية خدوا فلوس السنة دي من كاس مصر طيب من اللي طبع لهم هو في كاس مصر بيدفع خمس تلاف جنيه رسم المشاركة آه ووصل للعشر تلاف جنيه لأنه في حاجة اسمها مرحلة أهلية سمها مرحلة تمهداية طب إيه العائد ليه بقى في الكاس مفيش ولا عائد هاتلي نادي في مصر من الممتاز به خد فلوس بقاله تلاتة أربعة سنوات من كاس مصر همش بيرتدي تشيرت الاتحاد حلو أول مين اللي بيطبع؟ بيطبع بيطبع اللي هو الراعي على تشيرت بتاع النادي النادي ده بيدي له سيدي وقال له خد اتبع على تشيرت بتاعك حد حتى مدهمش اللبس اللي ألعبه بيه ولو ملعبتش حنخصم منك طب إنت جدتني أصلا عشان تخصم مني خالص خالص بقول لك بالتلات أربعة سنين هاتلي نادي في مصر كسم تاني أو تالت خد فلوس من الكاس مصر عشان جدك فيه أزمة في مبارات بنسوف والأهلي طبعا بنسوف قال لك مش هلعب قال لما تبعتلي فلوس وفي الآخر لعب طب اتبعوا لي حتى اتبعوا لي حتى الأرقام أو اسم الراع على الفانيلا قال لك السدهاية تيجي واحد من إدارة لي يجي يخدها وتتبع على لبس بتاعك طب أنا كنادي في الممتازل اللي ملعب في الكاس وبالبس تراعي للتحاد مش في مقابل بغدو مقابل ده المفروض مخدتش مقابل أقول لك مخدش مخدوش فلوس مخدوش فلوس بقاله ماربع سنين هو متقول للسنين دي بس هو الموضوع بتاع الممتازل ده عايز وقفة جمدة جدا بيبدا لأنك انت ده هو الصلة بالدور الممتاز ألف والعيبة ولازم تقويه ولازم يبقى فيه نواحي مادية أقوى من كده للفرق اتحد القرى بيدي دعم الممتازل ما هو ما هي باية اللي فهمك فيش كامل ده انتعرف هو عيدهم بكم اللي يسعد ياخد كامل 22,000 جنيه اللي يسعد لدور ممتاز ده الأول مرة ما حصلتش قبل كده إن فرق بتسعد تاخد فلوس طيب بلاش كده هنطبع دور المحترفين هتدي كل ندي كامل بس من مصلحة الأندية دي ان يطبع دور المحترفين دور المحترفين هينزم العلاقة ما بين الأندية والاتحاد ده تنظيم إداري تعالى بقى تنظيم ده هايجيب الفلوس هايجيب المنحة المالية لا لا ما فلوس فيلك ده فيه أزمة في الدور الممتاز دلوقتي تعرف الشركة الرأي عليها كم مئة مليون عليها مئة مليون جنيه ده للممتاز بي ولا للتحاد للتحاد الكور ده دي قصة تانية طيب هتدي إذا كما تداش الدور الممتازة كابتن أستامة هتدي الممتاز بي منين هتطبع دور محترفين هتديهم فلوس من اين إنت كل أندية هتدي من البس هتديهم قدية سمعنا من سنتين قولك هتديهم اتنين مليون اتنين مليون اتنين مليون يجيبوا كم لعبة كابتنة ساعة وانت عايز كم المالية ما تجيبش هتقولي اتنين مليون لو طبقوا دور المحترفين في القسم الثاني الأندية هي اللي هتدينا المسابة بنفسها والتحاد برا ندية إيه بقى اللي تدي أندية القسم الثاني نفسها هتعملها منين هي تعمل ربطة تقبت الاتحاد وتحت شرعية الاتحاد ولا كان ليهم قرار ولا كان ليهم لازمة كان التوصيات بتتحط في الإدراج طيب مش الموضوع ده لو ما حصلش بالانتخابات ربطة الأندية الدام ومتازن بها كابتن أسامة لو ما حصلش بالانتخابات مش بالاختيار بالانتخابات يبقى أنت سايد قرارك بالاختيار انسى ما تقوليش ده لازم انتخابات لازم انتخابات والايحة الجديدة اللي بتتعمل في الاتحاد لازم تعمل المعايير دي وتحدد المواصفات دي. هو كل الكلام اللي بتتكلم فيه باهي طبعا أكيد كلام محترم وهو فاهم وأكتر واحد فاهم في القسم ده ده كلام مهم لازم يجبه طبعا. ما فيش فلوس وما فيش لبسه ما هو وانت عايز تقوي كرة ازاي. أنا فاكر كويس جدا حتى في الدورة الممتاز انت بتتكلم في فرق بتاخد تمانية مليون تمانية مليون ايه في الدورة الممتاز ما ينفعش. انت عايز تقوي المنتج كله. المنتج كله. يعني انا فاكر لما كنت بشغال مع مارتين يول كان يقول لي في حد أدنى لازم يتقد على طول لأي فرقة تسعد. كان ساعتها بيقول لي رقم مش عايف متين مليون سترلينة ده بقياس الدورة الانجليزية. بكامعة الدورة الانجليزية عشان هو يبدأ يدعب. الرفطة عايزة تقوي الدورة. عايزة تقوي المنتج للعالم كله. لما تشوف ماتش من الفرقة الأخيرة أو قبل الأخيرة أو كذا. ما تحس فيه فروق طبعا بس يعني بتحس المسابقة بتبقى قوي لكن ما ينبعش مثلا دي طبعا أكتر في الممتاز به. ما ينبعش مثلا فرقة بتاخد ثمانية مليون وهي يعني بعيد خالص. يعني الموضوع بعيد. يعني الموضوع بعيد. عايزة عايزة بقى وقفات جمدة. مش وارد ان شبان إنا دي تسعد مش ممكن كورة. كورة. فرقة تنبونت. ومسلا تعتبونت. لا دي موضوع بعيد. موضوع بعيد. المجموع عمتشابكة جد. طب اقولك. طب ابيه اللي صعدت. عملت ايه هتهبط ايه. عند اخل سابنت هتهبط مالية صعدت. عملت ايه. هتهبط. عايزة. هتهبط قسم درجة تالتة. طب خد عندك دي سريعا كده. عندك مية سبعة وستين نادي في القسم التالت. عارف يسعد منهم كم دور محترفين. تلاتة. تلاتة بس. من مية إلى سبعة وستين نادي. ايه دا. ازايها. ده عايز قضية. ده عايز عبادة مية. طيب. بقرة مباراة. نبدأ بنا نتكلم في الدور الممتاز. وبقرة مباراة الاهل وطنطة في الدوري. طبعا الحديث عن الدور الممتاز مختلف تماما. الحديث عن الممتاز بيه. طبعا. طبعا. تتكلم بقى في صورة. في نعلة تلفزيوني. في رعاية. في حقوق. في قوالة العيبة كمام. مستوى مختلف. كابتن أسامة. مباراة الاهل وطنطة. على المستوى الفني. على مستوى الاختيارات اللي اختارها ريني فيلر في مباراة أو قيمة مباراة الغد. وبالقياس بعد مباراة بلاتينيوم. كجهاز فني. يقدر ازاي يتعامل بعد ملف إفريقي لملف محل. لا. هو ده طبيعي. في أي حد بيشتغل جوه منظومة زي النادي الاهلي. عارف إنه بيلعب في أكتر من بطولة. اللعيبة نفسها متمرسة على الموضوع ده. بنلعب مباراة. أوتوماتيك خلاص بتقفل بباب حديد على البطولة اللي هي الإفريقية. وإنت راجع بتركز في الدوري. لأنه إنت بتلعب في أكتر من بطولة. إنت عايز تحصد أكتر عدد من البطولات. من النقط كمانا. لا. أتكلم عن البطولات عامة. دوري عايز تاخده. بطولة إفريقيا عايز تاخدها. كاس عايز تاخده. السوبر عايز تاخده. النادي الاهلي بيلعب على كده. فلعيبة نفسها فهمة الكلام ده كويس جدا. وفهمة إن هي ماشية كويس قوي في موضوع الدوري العام. والدوري العام لما هو هيفضل يكسب. هتريحه جدا في بطولة إفريقيا. صحيح الأمور تقزمت شوية في بطولة إفريقيا. بس إحنا قادرين نحن نكسب. ده أنا قلته حتى في بداية البرنامج. قلت كل ما بتكسب في المباراة المحلية. هتلاقي نفسك أنجزت بشكل كبير في الدوري. فيبدأ تركيزك بقى لإفريقيا. ده مظبوط. وغير كده نفسه المدير الفني بيبتدي يدي فرص. لما تكون انت بعيد عن المنافسين اللي وراك. غير لما تكون العملية مزنوقة بينك وبين المنافسين اللي وراك. اللي هي بالذات الأندية اللي هي بتنفسك دايما زي الزمالك زي بيرامد. أنك أنت ممكن تخايف تخسر الدوري. لكن أنت دلوقتي النادي الألي لعب عشر مباريات كسبانهم. وعنده تلاتين نقطة مرتاح نسبيا كتير في الدوري العام. يقدر مستر فيلر بقى يغار شوية. يقدر واحد شايف أنه تعبان محتاجه أكتر في البطولة الإفريقية يريحه ما يلعبوش. ممكن ده بيحصل معاه. لكن غير لما يكون متأزم. فأنا شايف أنه سواء مستر فيلر أو أي أجهزة فنية جات للنادي الألي قبل كده. أو حتى اللعبة. وطبعا سيد عبد حافيز متمرس في الموضوع ده كمدير كورا وعارف. إحنا فاهمين القصة. أنه بتفصل خالص بين بطولة وبطولة. بطولة وبطولة. طبعا بتفصل خالص. لأنك أنت مش عايز تخش في حزبة بيرما. أنت سايح بكرة عندك تنطة. تنطة عندها عشر نقط وفي بس دجلة وأسوان وراها. فارق المستوى كبير. عام المباراة برضو كويسة. أيوة طبعا عام المباراة كويسة. وكمان الكورا ما فيهاش نادي صغير ونادي كبير صحيح. وارد فيها المفاجآت. أنا أقصد وارد فيها المفاجآت. فيه طبعا أنديها كبيرة وأنديها صغيرة. بس أنا أقصد أن وارد. لو محطتش كل طقتك وتركيزك في المباراة. ممكن بتحصل مفاجآة. زي ما المفاجآة الأخيرة حصلت في ماتش بلاتينيوم. فأعتقد أن النادي الأهلي قادر يتخطى الموضوع ده. وبكرة قيمة محمد الشناوي وعلي دطفي ومصطفى شمير على في حراسة المرمى. رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول وحمد فاتحي ومحمد آني ومحمود وحيد في الدفاع. فيه عمر السولية ومجد أفشا وأحمد الشيخ وحسين الشحات وجيرالدو وكهربا. وفيه جونيور أجاييه وصلاح مواصر ومراهوم مواصر. تقريبا الغيابات بسيطة. وليت وليو ديانج بعد مباراة بلاتينيوم. مظبوط كده وليه لهم اللي تصابوا يعني. لكن كل الفرقة موجودة فواضح إنه تركيزه ما يبقى كبير. النادي الأهلي كمان لما بيرجع من مباراة ما يبقاش فيها موفق قوي لأي ظروف بقى. بيبقى حافز أعلى. بيبقى يركز قوي في المباراة التانية. فأنا أتوقع إن المباراة تبقى يعني قوية. وطبعا فريق مش يبقى سهل. لكن أعتقد إنه المكسب في الغالب هيبقى في صالح النادي الأهلي يعني. طيب. أستاذ محمد أنا أسألك بقى مش كرويا فنية. ليه الإعلام الرياضي في مصر بيتعامل مع الأندال كبيرة ونادي زي نادي الأهلي. وبيعمل مقارنات. يعني يجي أقولك الأهلي في إفريقيا غير الأهلي في الدول العام. رغم النساء لو بسيطة جدا. لو بصنا على الأندال بتلع مع الأهلي في طول إفريقية ونشوف نتائجها في الدول المحلي. عليها أساسا لا بتحقق نتائج محلي ولا بتحقق نتائج إفريقية. يعني في الدول المغربي. الوداد مش متصدر الدول المغربي. وفي نفس الوقت في المركز التاني بستة نقاط في البطول الإفريقية. نفس الأمر الترجي بيتعادل مع فيتا فرادس. وبيكسب في الكونهو بنتيجة مفاجأة 2-0. الأهلي في الدول عمل نتائج متميزة جدا أداء ونتائج. وفي أفريقيا المباراة الأخيرة أمام بلاتينيوب. ليه الإعلام بيحاول يصدر صورة سلبية؟ وليه الإعلام بيحاول يبين إن فيه مشكلة أو ما بين الأهلي في البطولة المحلية والبطولة الإفريقية؟ لا هو خلينا واقعية. معلش. أنت ضربت المثل إن فيه فرق ماشية متعسرة في الدور المحلي وماشية في أفريقيا كويس. عارف ليه؟ مش الدور عندهم قوي. ما عندكش دور قوي. معقولة؟ نعم طبعا. أنت ما عندكش دور قوي. دم إيه مغارهم يقصد دور قوي؟ حقول لكلام. الدور القوي هو بيفرز لعبة منتخبات. طمام. حلو؟ أنت في المنتخب مركزك إيه؟ على العالم دلوقتي. وعلى أفريقيا. ماشي؟ لو بصنا على توليس والمغرب المختلفين هم اللي بمسر المنتخب؟ عملت إيه في كاسن أم أفريقيا. خرجت من دور 16. أنت ما عندكش منتخب. أنت ما عندكش منتخب محلي. ما عندكش لعبة محلية قوية. الدور اللي لزمته إيه أصلا. ما تعمل إيه؟ مش عشان منتخب؟ عشان يفرز لعبة منتخب. مظبوط. إذا ما عندكش منتخب، ما عندكش دور. بس الدور جاء لأفراز لعبي منتخب مصر تحت 23 سنة خادوا بتروت أفريقيا. حلو، كويس. عشان اعتمدت عليهم يلعبوا. بدأوا يلعبوا أساسيين هم عماد أندياتهم. لكن انت دلوقتي اختياراتك كلها في المنتخبات قبل كده كان من اللعب المحترفين. صح أو لا؟ تمام. 85% من قوام المنتخب قبل كده كان من اللعب المحترفين. لما بدأت تعتمد على اللعب المحليين نتائجك تراجعت. إذا هنا ما تلومش على الأندية اللي هي المغرب وتوني وساكبت الوسامة أن هما مركز ثاني وثالث ورابع لأن عندهم دورة عندهم منافسة بين الأندية. أنت ما عندكش منافسة هنا بقالك سنتين تلاتة مفيش يوم بتاخد لعب من فرق دي في المنتخب. بس السنة اللي فاته السنة اللي فاته الدور ما كانش قوي؟ سنة اللي فاته الدور ما كانش قوي؟ لا، لا ما كانش قوي. الدور القوي اللي هو جمهور. لازم نحضر الجمهور لازم لابد أن نحضر الجمهور عشان يغليلك سعر المنتج بتاعك انت النهاردة لو فيه جمهور حيبقى فيه مادة كابتل أسامة حيبقى فيه فلوس فيه عائد داخل للأندية وفيه حيبقى فيه منافسة منافسة قوية انت النهاردة بعد ما تلع فين بيرامنز الوقتي؟ لا فيش بعد ما كان ضخ أموال جامدة جداً السنة اللي فاتت بعد عمل السنة اللي فاتت بقى منافسة سلسية هقول لك مثال فألفين وخمسة الأهل واخر الدوري بفرق كم نقطة عن أقرب نفسين كان نادي أمبي حوالي تلاتين نقطة مين بطل أفريقيا؟ الأهل ألفين وخمسة؟ ألفين وستة الأهل كان بطل أفريقيا وبطل السوبر وتالت العالم وكان واخر الدوري قبل الدوري ما ينتهي بأكثر من عشر سبيع أيوة عشان كان لابت ولعبت منتخب تمام ماشي صح كم لعبت دلوقتي في منتخب مصر في النادي الأهل حاليا؟ تتكلم تتروح من ستة لسبع لعيبة مفيش إدراب لي من السلفات لا آخر مثال مؤسخة لك ابت حسن بدي كان واخر سبع لعيبة هو فين عملنا نتائج إيه؟ طب نتائج المنتخب إيه؟ دي قصة تانية ما تقوليش إحنا في 2005 كان كلهم لعبت منتخب النادي الأهل كان منتخب مصر خادنا بطولة أفريقيا 2006-2008-2010 النادي الأهل كان عشر لعيبة في منتخب مصر كم لعيبة في النادي الأهل دلوقتي في منتخب مصر؟ فيش لا ما فيش إيه ده أعلى نسبة نادي في المنتخب النادي الأهلي ونتائج المنتخب إيه؟ ما دي بقى ترجع بالإجاز الفن اللي موجود عيب محن نتكلم مش موضوع النادي الأهلي لا إحنا بنتكلم لا كان طول عمر النادي الأهلي بيصدر للمنتخب لعيبة منتخبات النهاردة عماد المنتخب الأولمبي رمضان صفحي والنادي الأهلي وأكرم توفيق والمعاروة وهكذا صح؟ إذا النادي الأهلي هو المتنفس للمنتخبات يا جماعة لو النادي الأهلي عمل كده المنتخب بيعبر كده أنا بتكلم على العناصر الأساسية وعماد المنتخب وهكذا المنتخب مصري قوي يبقى النادي الأهلي قوي زمالك قوي مصري وهكذا وبقى الدورة إنت شاب وجهة نظك الدورة يبقى قوي يبقى الفرف في الطريقة أفريقية بس كده هو ده اللي أنا بقول حتى لو أنت ماشي مركز تاني مركز تاريت لا لو الدورة قوي أنت هتنافس في أفريق مع وجه النظر ده كتن أسامة؟ هي فيها جزء من الصحة لكن مشكل لها مشكل لها؟ لأقولك ليه؟ بس طبعا التجربة في الدور الإنجليزي مختلفة شوية عشان الدور الإنجليزي أقوى دوري في العالم ومع ذلك منتخب إنجلترا ما تلاقوهوش ليه؟ لأنه هم يمكن عندهم ممكن فيه فرق كاملة ما فهاش لعيب إنجليزي وإن كان المنتخب الإنجليزي في السنتين ثلاثة الآخرين ابتدأ يتحسن شوية يعني تعافى شوية لكنه أنا في تصوري من ساعة من اتفرجت على كورة أنا عمري ما شفت المنتخب الإنجليزي ده أنا شايفه إنه منتخب عادي يعني فترة بتطلع هولندا مكسرة الدنيا فترة إيطاليا ألمانيا طبعا على طول طبعا سبق من أمريكا الجنوية البرازيل والأرجنتين وكاملها على أوروبا يعني تملي المتسايدين ألمانيا إيطاليا فرنسا الإنجليزي عندهم أقوى دوري في العالم وما عندهمش أقوى منتخب في العالم هنا الدوري بتاعنا قوي في أوقات وأحيانا بيمرض شوية السنة دي شوية الفرق باستثناء الأهلي أقل كتير من أو أقل من سنوات قبل كده يعني حتى من السنة اللي فاتت أو الأبلية أو الأبلية يعني يعني في فرق كتير عليها على ما تستفهم أنت يعني إمبي تعافى في الفترة الأخيرة بعد كابتن حلمي كان بيبقى في المراكز الفوق سموحة إلى حد ما برضو لكن ماشي سادس دلوقتي أو سابع لكن كان بيبقى فوق المصر البورسعيدي والإسماعيلي مش برضو تحت شوية المقاصة تحت شوية فشوية الأندية يمكن المقاولين وتحاد سكنداري والإنتاج الحربي وحرس الحدود ابتدوا يعملوا شكل كويس هم دول اللي محافظين شوية على الشكل فيه فممكن تكون دي نقطة سليمة في جزء منها لكنها مش كلها لأن الدوري المصري أنا بعتبره أقوى دوري في المنطقة العربية وفي إفريقيا أنا وجهة هو ناصر بس نقطة نظام نقطة نظام لكن كدوري أنا شايف مستويات قوية عارف في المستواصل سنة اللي فاتت ليل بعضي كان شايف أن الدوري كان قوي لأن محدش بص على جدول الدوري وشايف الأهلي لعب كم مباراة بالمنافسة مع الزمالك وبرامز الأهلي ما كانش لعب غير مباراتين وكان مثلا إيه في المركز اللابن الأخير أول أخير والفرقة الثانية كلها لعبة كل المباريات فالناس كانت شايفة أن الدوري قوي رغم اللي بالعكس لو أهلي كان لعب كل مبارات الموجلة كنت تتلاقي الأهلي فارق بعدد نقاط فأيبقى نفس زي كل موسي أهي بس كان منافسين وهي كان الزمالك معدي وفي الأول وبرامز كان معدي لكن أنت دلوقتي حتى لو الأهلي ليه مؤجلات لا فيه فرق هيعد الماولين على الأله هيعد الماولين صح؟ يعني كان فيه مقاصة السنة اللي فاتت برضو في المربع وشغال هو والمصري وبرامز وكل دول كان شغالين وكان عنده مجمعين ابناط تعال بص الأنديم فين اللي ابناط بتعيط التحدي سكندري أنا بقولك لو كمل على هذا المستوى كابتن أسامة هيب صعب جدا ده محتاج دخ أموال محتاج استقرار مادي أنا شايف أنه نادي محترم مباراة الماولين يعني عندك مباراة القمل هتبقى بعد مباراة طنطة الماولين هلعب الأهلي هتبقى مباراة طبعا قوية بص بص يعني بعد دون قطع كبان بان طبعا ما فيش شك نادي الماولين عمل نتائج هيلة السنة دي وكابتن عماد ربنا وفاوه عمل نتائج هيلة وفرقة مميزة وكل حاجة بس مش منافس الدورة عام مش منافس الدورة لا لا مع احترام الكامل مع احترام الكامل مش منافس الدورة عام النادي الأهلي أعتقد ما فيش حد السنة ده هي نفسه يعني الأهلي بنسبة 95% من وجهة نظر وممكن أكتر مش عايز أقول 99% حسم الدوري أنا بقولك كده بس إذا إذا الزمالك وبرامس فاقوا شوية هيعملوا شكل الدورة أكتر من كده لكن مع احترام الكامل ما قولين ماشي بشكل كويس قوي لكن مش دوري عام ممكن كاس احتمال زي ما قبل كده يعني خطفة كاس أو فيه فترات معينة في بداية التمانينات كانوا شكلهم بطريقة معينة خدوا الدوري لكن الأهلي فايق الأهلي فايق ولما الأهلي يبقى فايق حتى لو الأندية التانية قوية بيبقى صعب عليهم يعني أنت إمتى لما الأهلي يبقى مريض شوية ممكن تحصل مفاجأة أن المقولين ياخد ممكن تحصل مفاجأة أن الإسماعيل ياخد يدخل في المنافسة يدخل في المنافسة لكن طلب الأهلي فايق كده يعني ما شاء الله وبكرة أعتقد أنه هيكسب أعتقد حتى مبارات المقولين هتبقى قوية جدا مبارات مهمة لأنه تلعب الأول والتاني ولكن مش على منافسة دوري حتى لو حصلت مفاجأة أن المؤولين كسب الأهل مش منافسة دوري إنه مسخن العملية شوية قررت تحادل فريق الجديد بقاله كم سنة أن ياخد أول وتاني دور الأبطال وتاني ترابع فتلاقي الفرق بتنفس على المراجب الثاني إذن هنا بقى المنافسة في المربع الزهبي وليس المنافسة على دور الدور على المربع الزهبي مربع الزهبي مربع الزهبي دي حقيقة المنافسة تبقى في المربع الزهبي وهتبقى في صراع الهبوط لأن في حوالي ست سبع فرق دخلين في صراع الهبوط ومنهم فرق كبيرة فرق مش قليلا أعرجى على سؤالي أستاذ محمد باقي كان وجهة نظره أن الدوري ضعيف لا مش ضعيف هو وجهة نظره مؤثر على الأندية المصرية في البطولات الإفريقية طب وجهة نظرة كابتن أسام هل الدوري بمستوى بيبقى ليه تأثير على نتاج الفرق المصرية في طوله إفريقية بص طبيعة الحال طالما أنت بتقوي مسابقة يبقى مستوى اللعيبة بيرتفع يبقى بيتلعب مثلا تحت ضغط بيلعب ماتشات قوية ما فيش شك في كده لكن مش هي بس العامل الوحيد اللي يخليك تاخد بطولة إفريقية ولا لا يعني ممكن جدا الدوري يبقى فارق كبير كده وبرضو الآهل يقدر يحصل على البطولة وحصلت لنا قبل كده ده سنة ده فيه سنة اللي هي كان الدوري متوقف ساعة الأحداث هذا خد بطولة إفريقية 2012 خلش في دوري في الأساس إن الدوري يبقى قوي وإنه عشان يفرز مستويات أعلى لأنك بتلعب في احتكاكات أكبر أنا لما ألعب 15-20-30 متش مع منافس قوي وبتاعها دي بتتعلم المستويات البدني والفني والزهني والقرارات اللي باخدها كل حاجة بتعلم مستويات هذا طبيعي يعني وعشان كده الدوري الإنجليزي هتلاقي مكتسحين في الأحسن دوري وهتلاقيه بتادي في بطولات أوروبا وكده تلاقي أربع خمس اللي بيوصلوا غالبا يعني مزبوط يعني بنوشهم طبعا أو بيشارك معهم داتي برسلونا وريل مادريد وباير ميونيخ للفرق الكبيرة اليوفي في إيطاليا كمان اليوفي برضو لكن في الغالب هم مدخلين بشكل قوي لأن الدوري قوي لكن مش هو العامل الوحيد يعني أعمل مقارنة أعمل مقارنة ما بين الأهل في مباراة المحلية ومباراة الإفريقية ولا ده ما يقياس وده ما يقياس لا ده ما هو خلاص المستوى مفروض يبقى هو يعني فيه ثبات لكن أحيانا لظروف ضغط مباريات لظروف انتقالات لظروف صفر بيحصل ضرب شوية وده حصل ممكن مع النادي الأهلي في مباراة مباراة الأخيرة الأخيرة أنت لما تيجي ده الأهلي نسبيا أنت لما تيجي تشوف بقى أنت فاكر اللي عمل أو من الأسباب الكبيرة اللي عاملة مشاكل للمصري والإسماعيلي ونسبيا للتحاد السكنداري وبرامت والزمالك كل دول اللي هو ضغط الماتشات بين الدور المصري والبطولة الفرقية والبطولة عربية ولذلك تملي الأهلي هو اللي بيقدر يصمد وطبعا يليه أو معاه الزمالك بعد كده يعني يصمد في أكتر من بطولة معظم الفرق المصري اللي بتشارك في أكتر من بطولة غالبا كرفاء بينزل في الدور العام كرفاء بينزل في الدور العام طبعا ولذلك المصري والإسماعيلي أنا بقولك المصري والإسماعيلي وبرامت والاتحاد والاتحاد السكنداري كل دول متأثرين بلعبهم في البطولة العربية والإفريقية وليباشر في البطولة في شكل كويس خاصرهم في البطولة التانية بأي واحد لأنه عايز عدد لعيبة كتير عايز لعيبة متمرسة تستحمل الضغوط تستحمل ضغوط تستحمل ضغوط الصفر تستحمل ضغوط المباريات أنا بقولك دي موجودة في النادي الأهلي ومعزة مالك طبعا أكيد هو المنافس التقليدي بتاعك وبدرجات أقل بقى في الفرق التانية لكن برضو حتى الأهلي ممكن أحيانا بيجي يتأثر بكتر السفريات والماتشاط المتتالية والإرهاق والحاجات دي ممكن يتأثر ودي ممكن وضحت شوية في المباراة الأخيرة في مباراة بلا تانية لكن إن شاء الله مباراة تانت والموالين نشوف مستوى مختلف ومع مباراة النجم بستحيل نشوف حاجة تانية بإذن الله عايزة أصل مرحل أربعا أكيد طيب أستاذ محمد باهي عايزة أكلمك بقى على موضوع تقنية الفيديو أنا جات لرسالة من كذا يعني كذا حد بقيت رسالة بيقول إن الفار لو اتطبق في الدور التاني أنا أفتقد للعدالة هنا ما فيش مبدأ الحيادية والعدالة إن الدور الأول ما كانش فيه تقنية الفيديو الدور التاني عيبقى فيه تقنية الفيديو والبطولة بدأت بنظام لازم تستمر عليه مع وجهة النظر دي ولا لأ والسؤال التاني أنا أنا بكلم على تطبيق التقنية ضربت أمثلة في اتحادات أخرى الاتحاد المغربي ستة شهور شغال على التطبيق لغاية لما ينفذ من أول فبراير وعمل تجربة أوفلاين في كس العرش في البطولة المغربية شايف الدور المصري يقدر يعمل ده في 40 يوم يقدر ياخد الرخصة من الفيفا في 40 يوم ولا الناس مستعجلة عشان تقولون هي عملت إنجاز وفي الآخر وقت التطبيق عليها نفسنا في أزمة كبيرة جدا والناس ما كانتش مهيئة ولا الحكام نفسهم مهيئين لتطبيق التقنية بص أنا مع أي تجربة في بدايتها بمعنى أنت لو سألت الكابتان وصام عربي تفضل تمسك فرقة في بداية الموسم ولا أثناء الموسم في بداية الموسم أنا بختار لعبتي وبختار جهازي وبختار أدواتي صح؟ مصبو نفس الموسم أنت عديت الدور الأول كله بمعيار والدور الثاني بمعيار إذن هنا فيه فعلا مبدأ عدم تكافؤ الفرص دي نمرة واحد نمرة اتنين هل أنت مهيئ نفسيا ومعنويا وماديا وإنت لحد النهاردة بترمج كرة في ملعب الأندية إن شاركوك في إنه يدفعه حق التمن لما خلاص الملف رات قفل كان صح؟ ده لسه من كمي مخالف للبروتوكول ده مخالف لبروتوكول الفار أيو يعني أصلا أنت ما عندكش استراتيجية واضحة من الأول طب ما تقفل إمتى طب ما كانت قفل بقى في مدات الموسم يبقى أنت أصلا مش مهيئ لأنك أنت تنفس ده بشكل فكري حتى آه وإنت بتنائش الملف طرحته أمور بس غير قانونية تمام دي حاجة الحاجة التانية عملية استخدام الفار ممكن يعمل لنا مشاكل في وسط الموسم بمعنى إحنا أنت النهاردة لو حكم آه في لعبة مشكوك فيها جوة 18 مثلا وليكن أي حاجة ضرب الجزاء أو كلام من عبال ما يجي يستنى حد يقوله يكون في لعبة تانية ممكن يكون ضرب حر مباشرة بعد اللعبة الليل لسه يصفر ولسه يفكر إنت لازم تعمل تنافذ وبتجارب عملية مش العملية تقضوا تقضوا في استاد القاهرة الفارعي ومحضرات شهر وتفضل تدي في محضرات نظر إحنا عن نظر عندك مش هيجدي كرة القدم دايما كرة عملية ما فيهش نظرية يعني يمكن كابتن أسامة لما يجي يعلم حد تاكتك في الملعب كابتن أسامة عملي صح أو لا مش كله على الصبورة وأكذا يعني أتمنى أن يطبق من بداية الموسم مش مدوري التاني لا لا حاسس إن الشهر ده مش هيكون كافي مش كافي أصلي كمان في نقطة كابتن أسامة اتهى رسمي من الاتحاد الدولي لسه بيبدأوا من أول مبارح وبيقولك من الدوري التاني الدوري التاني ده أول مارس يعني دوري الإنجليزية كابتن أسامة قاعد سيزون كامل يطبق أوفلاين الدوري المغربي أنا سألت زملا قبل ما ندخل لحالة الهوى لأن المغرب تبدأ قابلين على فكرة المغرب تبدأ أول اتنين فأول دوري عربي في منطقة شمال إفريقيا هيطبق التطبيق التقنية فسألتهم قالوا إحنا بقنا ستة شهور شغالين وطبعنا أوفلاين في مبارحات الكاس في مصر قالوا خلال شهر ونطبق من الدوري التاني لا أخذ الرخصة ولا أخذ أي حاجة رسمية ولا حد يطبق أوفلاين أنا خايف يعني إيه يبقى إنجاز طيب جدا لكن ساعة التطبيق كابتن أسامة تحصل مشاكل في المبارحات ماشي بس ساعة التطبيق يحصل بعض المشاكل لو مش كتيرة ماشي في سبيل إنك إنت يعني إيه تدخ يعني تسرع فيها ساعة إنك إنت لو بدأت حتى لو خطوات تكون مش مش مكتملة مية في المية هتبقى هتخليك تطور بعد كده وتحسن على بداية الموسم يبقى يبقى الموضوع تمام يعني لكن لو هيحصل فيها بقى مشاكل كبيرة زي ما أنت تقول لسه الرخص ولسه مش عارف إيه بتاع دي تبقى لازم يطبق المودد الزمنية اللي تقالت أنا شايفها مودد مش طبيعية أربع أسابيع شهر وبعدين بقى أنا أسمع أنا مش هقول رأي أنا أسمعت الخبراء التحكيم كانت نسامير عثمان كلام ده من شهرين قال عشان تطبق مش قبل السنة الجاية سيزون الجديد بقى أسمع دنبالح كانت نسامير الفتاح بيتسائل على تطبيق التقنية قال لي استحالة الدور التاني أجل أسمع بقى اتحاد الكوري يقولك لا يبدأ من الدور التاني هو بيحلم أن يبدأ من الدور التاني حلم كويس بس أنا عايز على الأرض الواقع ما يعملش مشاكل للبطولة لا يعمل الاستعجال في الحاجات دي برضو مشكلة كبيرة جدا المشكلة لأنك تستنى ما إحنا استننا خمسين سنة ما تستنى يا ثلاثة أشهر استنى لما بدأت الدور التاني يعني لما الطبخة تستوي يعني زي ما بيقوله عشان ما بقىش دي أصدد بتحديد مصير أنت عندك كل المتشد أخطاء كتير جدا في الدور الأول هل الأخطاء دي كلها هتنتهي بمجرد الفق ده بالعكس والله هيجيب لك مشكلة بشكل أكتر طالما أنت استعجلت في الموضوع خلاص اعتبرها اشتغل على المطشط الودية اشتغل على المطشط الكاس كاس مصر اشتغل على كاس مصر خذوا الرخصة خذوا الرخصة أممكن دي فكرة حلوة أول ما تاخدوا الرخصة اشتغل على مباراة كاس مصر أول ما تاخدوا الرخصة طبق أوفلاين في مباراة الكاس يبقى حكمك على الأقل عرفه اللعبة عرفة المعايير ندحت في الكاس استمر في الدور أصلا أنت كمان مش مرتبط بمعاد يعني السبب عليش مش قرآن أو مش دستور يوم واحد ثلاثة يعني يوم واحد ثلاثة إيه المشكلة طب خليها عشر ثلاثة خليها عشرين ثلاثة خليها اجرب في الكاس ما أنت مش مش مرتبط بمعاد محدد أو يعني لو ما عملتش فيه بقى أنت هتاخد جزا أكيد كابتن أسامة مع التطبيق ده ولا مش معي بشكل عام بقى شايف الفار أساسا في الدورة أنا في صراحة بأمانة عشان أقولك أنا في الأول كنت ضد التطبيق تماما كهيرت رأيك لا هقولك ليه أنا كنت حاسس أن هي هتقلل من متعة كرة القدر أنا كنت حاسس بكده أو كان في تصوري أن هي هتقلل من متعة أنا بتكلم أول ما طبقه وتلعد الفكرة بالضبط كس العالم أنا حسيت أن هي هتقلل من متعة كرة القدر ولكن مش عيب أنك أنت تتراجع في رأيك لو أنت حس أنه لا حسيت لما تطبق إلى حد كبير أو برضو برضو في بعض الشيء هي مش العدلة ما في المية لكن اتحققت بنسبة بنسبة كبيرة صراحة يعني في مباريات كتيرة بنشوفها لا الرجوع للفار بيدي لأنك أنت برضو الأجهزة اللي قاعدة والمسؤولين اللي بيبقوا وحصرفين والناس بتبقى أنت مثلا جي في الجن تسلل ظلم مثلا نزلك درجة تانية مثلا يعني مظبوط أو خلك ما تاخدش البطولة حسيمة يعني أنا متخيل مثلا التقيق الفار دي لو موجودة مثلا في الجن بتاع إنرامو اللي جابه في الأهل دي كده ما كانش حد هيقدر يعني لكن التانية بشرية هيقولك أنا ما شفتش مثلا يعني في البطولة الإفريقية أنا فكرتني بالموقف مباراة العالو الترجمة كانش فيها فار سيمة المال حكم الأسيوبي كان بيسمع في السماعة الكمميليكيشن بينه بينه من الغرفة وأصلا ما كانش فيه غرفة لا أنا أقصد يعني أنا صراحة كنت ضدها الأول ولكن لما شفتها إنها ما عطلتش يعني هي بتاخد أصلها ما بتاخدش يعني ديئة و ديئتين ما بتاخدش كتير يعني ديئة كتير جدا ما بتاخدش ديئة كمان ديئة كتير إيه ده في الدارة الإنجليزية يقول بالأربعة خمس ده هاي طب يعني يعني اللابة الجدلية بس يعني مش في كل الوقت يعني كرة بيبقى ساعات شك فيها قوي لكن يعني فيها حاجات بيبقى واضحة أقول ما بيروح بيشوفها بيتأكد إن هي مثلا ما لقيتها ما قللتش من متعة الكرة الصراحة أنا كنت يعني مع رأي ده هل هو إجباري للحاكم إجباري للحاكم لا في حالات قاني حاكم الساحة لا ifiable لا هو في النهاية قراره لقد وظاف tyكبير الحاكم لا هو من قراره بس في حاجة بقى بس مش في كل لو أنا لو أنا عندي مش هقولك بغرد عشان ما يعني بني åدي السلامة لكل الحقام في العالم كله يعني لو أنا عندي شئ وروح يعني 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 بس في الدور الإنجليزي في الدور الإنجليزي حاكم حكام الفار هو اللي بيدي الرأي في الدور الإنجليزي؟ حكام السحن بيروحش أصلا للشاشة والله؟ في الدور الإنجليزي مختلف علية التنفيذ هنا بقى لا إلا أنا كنت تعرفوا إنه الحكام لما بيروح يشوف في بعض الدوريات في كورة أفريقيا أنا لازم تروح تشوف في الشاشة بيشوف في الشاشة وهو اللي بي... أنا بقى مع الدور الإنجليزي طبعاً طبعاً لإن في حكام... والله لو الدانت في ملطة مش هيحسب لو هو إيه؟ بس هتقلت بس نسبة الأخطاء تقلت بس أنت تستعين بفربعة خمس حالات يعني لو هدف في شك، لو تسلل، لو كارتة أحمر حالات مهينة إنت ممكن جداً بعد ما تشوف الحكام بعد المباراة هتلومه مثلاً هتقوله دي البنالتي دي ما كانتش بنالتي أو الجون ده كان أفصايد هقولك لا والله ده أنا شفتها كده لكن لما بيروح ويتأكد بتبقى برضو صعب عليه وفي نقاش مع الحكام اللي موجود في الغرفة صعب علينه أن الناس كلها تعادت وتشافت تاني يعني بتبقى صعب نسبة الأخطاء تقل طبعاً أكيد طيب أختم معاكم بقى بالحديث عن مباراة الأهل والنجم الساحلي وعندنا مباراةين قبل مباراة النجم مباراة الطنطا، مباراة المقولين وبعد كده مباراة النجم الساحلي مباراة النجم الساحلي تكسبها هتبقى بنسبة 90% قربت بس تتعمل نتيجة جميلة في المباراة الأخيرة وهوك ما تحتاجش المباراة الأخيرة لو الهلال عاما نتيجة سلبية في مباراة زنبابوي مصبوط الرسالة اللي تقال في التوقيت ده كابتون أسامة للجماهير تحديداً الجماهير في التوقيت الحالي أن الأهلي عنده فرص عديدة جداً للتقاهل وفرصته موجودة بالنسبة كبيرة جداً ومحتاجين يبقى فيه تفاقل أكبر من كده لأن احنا لسه في دور المجموعات دور المجموعات أنت بتحقق فيه نقط القياس بقى من مرحلة الدورة النهائي نفسنا في آخر المباراة وده ممكن يحصل فرقة كرة القدم صحيح إحنا يعني إيه الأمور مش هنقول يعني تصعبت بنسبة 100% ولكن مفيش شك أنه قبل البطولة ما تبتدي أو قبل المجموعة ما تبتدي كان فيه فرق واضح أن النادي الأهلي هو المتسايد للمجموعة. ظروف خسارة مباراة النجم الساحالي دي هي لغبطة الدنيا شوية. بالضبط. وضعف وضعف فريق بلاتينيوم ليه؟ لأنه أنت أحيانا في مجموعات في فرقة معقولة تقدر تخطف نقط بسهولة من فرق كتير. لكن اللي صعب المجموعة دي أنه فرقة بلاتينيوم من السهولة أنك تاخد منها الست نقط فدي صعبت شوية الأهلي بعد ما تعادل هناك. لأن النجم الساحالي خسرنا على ملعبه من الهلال. لكن رغم أنه أخذت ثلاث نقط خارج ملعبه من بلاتينيوم وهيبقى وصل. هي تصعبت شوية شوية. لكن ما زلت أنا واسخ ومتأكد أنه جهاز الفن النادي الأهلي ماشي بشكل كويس اللعيبة متمرسين وعندهم خبرات كبيرة ولما بيركزوا يهتموا متأكد إن شاء الله أن يقدروا يتخطوا أولاً ما يفكروش إلا غير في النجم الساحالي إن شاء الله. طبعاً الدوري زي ما قلنا أنا بنفس البكرة طنطا وبعد كده ما قولين أنا بتكلم إن لما تيجي مباراة النجم الساحالي يفكر فيها بس ما يشغلش نفسه خالص بالهلال السوداني هيعمل إيه أو عمل إيه في مباراة بلاتينيوم أو كل الكلام ده ده دي دي حاجة قدرية ما نحنا ما نعرفه إحنا مش هنمسك إن الهلال ما يكسبش مثلاً بلاتينيوم بار لكن لكن لا لعب النجم قبل مباراة بلاتينيوم الهلال بيوم فأنت هتلعب وأنت مش بصص لقين فيها تانية لا وحتى مفروض ما تحسبهاش إنت كده إنت مفروض إن شاء الله ماتش النجم الساحالي في ملعبك هنا إنت لازم تاخد الثلاث نقاط إن شاء الله بإذن الله بعد كده شوف الحسابات رائحة الحسابات تروح فين إنت هم يحتاج مكسب في السودان إنت محتاج تعادل إنت خلاص مثلاً الهلال خسر في بلاتينيوم ما تبقى الأمور صعبة عليه فأنت المهم إنك تركز في مباراة النجم الساحالي الأول لأن أول أو تاني مش هدفر مش هدفر لأن فرقة أول هتلعب يا الزمالك يا الرجاء يا الوداد لا مش فرقة كتير تلعب تاني يا تلعب يا سانداونز يا الترجي يعني الفرقة كلها نفس المستوى خلي بالك ساعات أنت بتقعد تحسبها أو طبعاً أنت بتفضل أنك تطلع أول عشان مجموعات التانية على ملعبك لكن أحياناً أنت بتقعد تحسبها يعني أنت تخيل إن شاء الله الأهل يطلع أول بس يتخيل الأهل يطلع تاني كل اللي مثلاً كان في المجموعة اللي هو عايز يعسب الأهل يطلع أول ويبعد عن الأهل أو جاله مثلاً فنقصد أنه مش فرقة كتير أنك تطلع أول أو هاني دلوقتي بالزبط في المرحلة اللي احنا دخلنا فيها دي خاصة المباراة النهائية مباراة واحدة وفي ملعب ممكن تكون ملعب محايد فمالهاش ملقب أكيد أستاذ محمد ردك في هذا الملف لو عايز تتكلم فيه وبرضه عايز سألك على جزئية كنت ترحتها في بداية الحلقة وهي فكرة استعانة الاتحاد التونسي بحكام النهبة في القرى الإفريقية تعليقك على هذا الموضوع وفي نفس الوقت الاتحاد الإفريقي لو حكام النهبة بيحكمه في دوري التونسي الاتحاد الإفريقي في الموقف ده يعمل يستبعدهم ولا يجيب حكام صغار السن ولا يتعامل زي في الملف ده هل يكون مقامين في تونس عن دول مباراية دوري التونسي الفترة اللي جاية؟ لا طبعا هي أزمة كبيرة طبعا اتحاد إفريقيا حط نفسه في مأزق أنا أدي من وجهة نظر يعني حط نفسه في مأزق ولا هو تحط في مأزق؟ تحط في مأزق هو لا وهو كمان مشارك في المأزق ليه؟ لات نهوه كمان نهبة اللي هم التوانسة هنكم من نهبة في أفريقيا لحكومه في دوري التونسي هو ده تحت عباقت مين؟ هل يتحاد الإفريقيا؟ بس؟ طبعا هو حط في نفسه ولا محطش؟ يبقى هو شارك وحط نفسه في هذا المأزق يعني أنا يعني نحن لسه بنتكلم عن التكافؤ الفرص وعن العدالة وأنك إنت يبقى عندك رؤية مستقبلية هل تحاد الإفريقيا حط رؤية مستقبلية بالنسبة لحكام النقبة وحكام التوانسة في تونس يعني وكده؟ هل حطه في الاعتبار؟ حطش في الاعتبار يعني ولا في دماغه ممكن يكون اتفاجئ زي زي حضرتك؟ هو اتفاجئ؟ ممكن لا أنا مش عابني رأي برضو على معالمة مش واضحة الرأي اللي بيانيت عليه المعلومة المعلومة كانت واضحة بالنسبة لي الاتحاد التونسي أعلن عبر موقعه الرسمي أنه يتم الاستعانة بكل حكام النقبة في الفترة اللي جاية في كل مباراة القمة في الدورة التونسي وده كان قرار غريب بالنسبة لي أول مرة أشوف حاجة زي كده أن أنت تجيب الحكام بتقول الاتحاد الإفريقي حكمه في تونس الفترة الجاية في الظل أن احنا داخلين في مراحل التصفيات النهائية والجولات اللي هي فيها خروج المقلود إلا بقى لو الاتحاد الإفريقي يسترعاد الحكام دي من المباراة اللي يبقى فيها فريق من تونس وفريق محاولة وممكن يجي يزير مباراة الأهل والنجم لا استحال ده كان سبب رئيسي في الاعتراض على جوشوة بندو أنه أضر للأهل مباراة 24 نادي الأهل ساعتها يقدر يحتاج بسهولة ازاي استحال نادي الأهل بقى من حقه أن يعمل خطوة استباقية من دلوقتي من حقه ده حقه ده حقه لائحيا وقانونا طب دور الإعلام فين في الملفات اللي زي دي الإعلام مجرد ما يعرف معلومة بيترحها على المجتمع بس يعرف المعلومة المعلومة الرسمية والاتحاد التونسي مشارها وبكرة مباراة الساعة 3 بكرة بكرة بشكل رسمي أنا بس عايز بلغة المنشتات ولغة الاتصحافة أن طنطا والمعولين يجهزان الأهل للمعمع الأفريقية هل فعلا مستوى طنطا ومستوى المعولين هيجهزوا فعلا الأهل بشكل قوي هل هو الدور هل طريقة لعب طنطا قدام النادي الأهلي حتى تناسب مع طريقة لعب النادي الأهلي في الكرة الأفريقية هل المعولين هيلعب بنفس الطريقة أو نفس المستوى أو نفس المستوى يعني مستوى الفني وكل قدام النادي الأهلي زي ما النادي الأهلي هيلعب قدام النجم طيب العصر الكابتون السبب بنفس الصيغة لا يعني أنا شايف أنه هيبقوا مباراتهم مهمين للنادي الأهلي قبل النجم الساحلي أولا طنطا بيصارع من أجل البقاء وطنطا أسلوب لعبه متحفز شوية والنجم الساحلي هو عمل في تونس كده حتى هو أنا شفت مبارات الهلال والنجم الأخير بيلعب تمالي بتلاتة في قلب الدفاع يعني بيلعب خمسة حتى في مبارات الأهلي والنجم الساحلي كان بيلعب كده صحيح طنطا والمهمين ما بيلعبوش كده ولكن أسلوبهم أسلوب طنطا بتحاول تتكتل قدام التمنتاشر وكده مشابه شوية لأنه كان بتقدم على الزمالك للاحظات الأخيرة أكيد ما بيهاجمش على طول يعني أعتقد نفس الشيء ما أقول له عرب يمكن المبارات الأخيرة عملها ممتاز طبعاً لكسبه فيها ثلاثة لكن قبل كده معظم الماتشات كان برضو فيها تحفز في ناحية الدفاعية استعداد جايد استعداد جايد جدا كابتن سامر أشكرك نورتن ومشرفتن وسعيد جداً بالحوار معك كلمنا في ملفات ومحاور كثيرة جداً لكن اللي جاي إن شاء الله يكون أفضل بالنسبة للقرى المصرية ولينادي الأهلي بشكل خاص شكراً لك يا محمد وسعيد وسعيد بوجودة باهي ومعك أكيد شكراً لك أستاذ محمد باهي أنا سعيد جداً بالحوار معك ودايماً هرأك فيها نقاشات وفيها كواليس ودايماً كده متعلق في الممتاز به ومهم جداً كنا نسمح حوارك برضو رأيك في موضوع الملفات المتعلقة بالدور الممتاز والملف الإفريقي وموضوع حكام النقبل هنشوف الفترة الجاية ووضعهم إيه في الدور التونس شكراً جزيلاً وأنا سعيد جداً كنت معك وكل التوفيق النادي لأهلي بيزن الله شكراً جداً أستاذ محمد فكرة كانت مهمة جداً اتكلمنا فيها في أكتر من اتجاه وأكتر من محور وأكتر من رأي كابتن أسامة عرابي تكلم في الأمور الفنية الأستاذ محمد باه تكلم في الأمور الإعلامية ووجهة نظر الإعلام الرياضي والنقاد الرياضين في الملفات المطروحة في التوقيت الحالي لكن بالطبع الفترة القادمة فيه ملفات كثيرة جداً المتعلق بالنادي الأهلي بشكل مباشر بنتكلم فيه المتعلق مع نادي الأهلي بشكل غير مباشر بنحب إن احنا نلقي الدوع عليه عشان في النهاية بتهمنا في النهاية مصلحة النادي الأهلي في الحق إن احنا بالتأكيد بنسعى وابنهدف أننا نفوز بالمباراة المحلية والبطولة المحلية بنسع أخرى في البطولة الإفريقية والأهل إن شاء الله على محك في مباراةين هامتين جدا وفرص الأهل كبيرة جدا تفاقلوا بالخير تجدوه وإن شاء الله الأهل بوجود في دوري التمانية وعنده منفذاتها قوية جدا والسعي بالتأكيد في الفترة القادمة للفوز بالبطولة المحلية وموصلة المشوار بشكل قوي في البطولة الإفريقية ولماذا لا؟ الفوز بالأميرة الإفريقية في ختم هذا العام إن شاء الله دوري أبطال إفريقيا العودة من جديد إلى الأمجاد في كأس العالم للأندي بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة بعد الفاصل زميل العزيز عمر ربا ياسين وفي ضيافته الناقض الرياضي الأستاذ أحمد عويس وفقرة إعلامية صحفية مهمة جدا في كواليس عديدة هيتكلموا فيها بالتأكيد في الفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهل الليلة شكرا وإلى اللقاء أهلا بحضراتكم من جديد ولسا مكملين معاكم في الأهل الليلة والفقرة الحوارية التانية ويكون فقرة مميزة ثابتة معنا كل يوم تلاب بنتكلم في أضايا كتيرة جدا وبنتكلم في ملفات مهمة جدا مع ضيف المتميز اللي أنا بكون موجود معا أول مرة وبتشرف أن أنا موجود معا الكاتب الصحفي الكبير والناقض الرياضي الكبير الأستاذ أحمد عويس برحب بيك أزحب وأنا مبسوطة عمر أنا معاك برحب بيك ومشاهد قناة الناد الأهلي ويا رب تبقى حلقة لطيفة يعني ونبقى يعني ديف خفافة على المشاهدين إن شاء الله دايما يعني بتكون متميز وأكيد أراءك بيكون مهمة جدا وعايز أبدأ معاك كده في حفظ الأفضل 2019 واللي كانت يعني تم إقامتها في مصر في مدينة سهل حشيش وكل عالم تكلم عليها زي ما مصر متعتنا في بداية القرعة قبل أمم أفريقيا تحت صفح الأهرامات ختمنا ختام البطولات اللي مصر نظمتها بحفظ الأفضل 2019 واللي تم إقامته في سهل حشيش رأيك ورأيك في الجوائس وحاجات كتيرة أتكلم بيها معاك يا علي محن بص هو الحقيقة هو عام أفريقي متميز جدا لمصر يعني بدأ بأن احنا خدنا تنظيم كاس الأمم في يناير 2019 بال16 صوت لمصر مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا وده الحقيقة كان انت أول مرة تكسب جنوب أفريقيا في تصويت بالمانا آخر تصويت بيننا وبين جنوب أفريقيا الحمد لله كنا أخذين سفر فالحقيقة انت كسبت جنوب أفريقيا 16 وهم أخدوا صوت واحد في تصويت لتنظيم كاس الأمم تمام بعد كده كانت القرعة المبهرة جدا اللي كانت تحت صفح الأهرامات بعد كده البطولة اللي تم تنظيمها بصورة مبهرة جدا في أربع مدن مصرية والست سادات كانت تنظيم أكثر من رائع بعد كده دخلت على أوراة أندر 23 بعد كده دخلت على البطولة نفسها 23 سنة واللي دلت حق فيها البطولة وبعد كده بتختم عام أفريقيا ومش العام نفسه يعني سبعة أيام من العام الجديد ولكن هو هيتحسب على 20 ساعة واشر فالحقيقة عام أفريقيا متماس جدا لمصر والحقيقة انه هيا بس ندخل في منطقة ملغمة شوي أنا كنت لسه عارضك دوقتي ليها بس أنت فبقتيني يعني إعلان الاتحاد الأفريقي فوز الاتحاد المصري بجائزة أفضل الاتحاد الأفريقي والحقيقة كان الجائزة كانت جواب نفسه بتاع الكافية جائزة مخصصة لمهان سنة بريدة يعني هي طلع باسم المهان سنة بريدة حتى الانفنتين والهاني حسنة بريدة يعني مش رايحة الاتحاد المصري هي رايحة للجنة المنظمة التنظيم على التنظيم بتاع كاس الأمم وعلى المصابق كاس الأمم وبعدين خلينا نقول يعني نكون واضحين ما هو تنظيم كاس الأمم تلاتة عشرين سنة كان اللي جايبه المهان سنة بريدة من بدل يعتقد من بدل كم تفعلين الجهاز الفني والمجموعة اللي اشتغلت كان اللي مختارة المهان سنة بريدة فانتوا زي ما تنسيبه نجاح أو فشل تنظيمه وبطولة منتخب للمهان سنة بريدة ومجلسه ولازم تنسيبه نجاح أو فشل المهان سنة بريدة ومجلسه يعني احنا ما ناخدش ناخد حتة ونسيب حتة المهندس هنا بريدة ومجلسه مسؤولين عن فشل المنتخب الأول في كاس الأمور الأفريقية تمام المهندس هنا بريدة ومجلسه مسؤولين عن نجاح المنتخب الأولمبي في تصفيات أندر تونت سري ما هو معلش الأستاذ عمر الجنيني ومجلسه أو المجموعة اللي بتدير الكورم مقاقد مقاقد كايم شهر ثمانية بتلخف شهر حده عشر المنتخب ده بقى له سنتين بيتجهز منتخب شهر غريب بقى له سنتين بيتجهز فحرم نغفل دور الناس اللي اشتغلت انت بقى على خلاف معاهم انت مش قابلهم انت سوشيال ميديا مش عاجباهم الناس راحت وردها ده قصة تانية نروح بقى للمنطقة التانية عدم حضور محمد صلاح طبعا أنا ممكن أسألك سؤال قبل عدم حضور محمد صلاح انت تكلمت وقلت عن نجاحات الاتحاد المصري كورة القدم في 2019 تقريبا أربع إفنتات قرعتين وبطلطين وبالتالي نجاح الاتحاد المصري كورة القدم نوجد نظر الجميع طيب هل حلاك شايف انتقاد محمد صلاح على سوشيال ميديا للاتحاد المصري والجائزة اللي حصل عليها هل حلاك شايف أوليك رأي أوليك كواليس ممكن تحكيها لنا بما أنك يعني رجل يعني موجود بقوة في المفضل بس أنا عارف أنا عارف أنه محمد هيجي مش هيجي الحفلة من قبل الموضوع بأسبوع تقريبا سبب؟ هو اعتراضه على لأ خلاني نكون واضحين هو اعتراضه على يعني هو اعتراضه على الجايزة ولا اعتراضه بعدم تتويجه لا لا مالوش علاقة بتتويجه الحفلة اللي كان بتعامل في تنزانيا كان راح كان راح اه لا لا يعني خلاني نكون واضحين يعني يعني هو مشكلته ان هي في مصر مشكلته ان تنظيم يعني انه نفس المجموعة هي لسه بتديل الكرة المصرية فهو مش عايز يجي عشان كده عشان كده كان رد فعله على الجايزة بالليل اللي حصل ده بوس خلاني أنا وجهة نظرنا الشخصية محمد له مطلق الحرية يفعل ما يريد عايز يجي ما يجيش اللي في العالم كلها بتعمل كده يعني يعني رونالدو ما بيروحش البلوندورو ما حدش بيقوله انت ما روحتش ليه او حتى لو معموله في البرتغال ممكن يعتذر فمحمد ليه مطلق الحرية لانه يروح او يجي او ما يجيش وبرضو ده يقلل من وطنيته لانه لانه محمد حتى لو بطولة اتعملت في مصر وان احنا كنا محتاجين نشوفه تعال نرجع تاني قبلها قبل الحدث ده بقال من 20 يوم ليفر بول بيتواج بلقب كاس العالم الاندية في قلب قطر ومصر بينها وبين قطر ما يعلمه الجميع محمد صلاح بيجيب عالم مصر وبيلف الملعب وبيستلم جايزته بعالم مصر وبيستلم جايزة احسن لاعب في البطول لو حتى عالم مصر على كدفه فلأ محمد مصري وفيه خلاف خلاص يعني له مطلق الحرية في الخلاف هو بقى على حق ولا مش على حق في الخلاف دي قصة تاني يعني هل هو هل انت هتختزل مصر والبلد في الخلاف مع اتحاد الكرة او الخلاف مع المجموعة اللي كيف بتحكم الكرة في مصر في فترة من الفترات لو انت هتختزل ذا فذا غلط يعني انت تختزل وطنك وبلدك ومنتخبك في ذا فذا غلط لانو انت انت محمد بقى من الناس الان الناس بتشجع يعني فيه ناس بتشجع الاهل وهفي ناس بتشجع زيان ما فيه ناس بتشجع محمد صلاح يعني فيه ناس شاب бывت مشجعين محمد صلاح لا في فورو becomes بتشجعوها الراحل للفيربول بتشجعو ل333 وما كانوا بالعب سبعة دقيه في تشيلسيكان بتشجعوه فمحمد بقى ليه مريدينه ومريدينه مش قليلين بالملايين في مصر ملايين يعني شعبته بقى زي شعبية الفلقة الكبرى لا وانا اتكلم سوشال ميديا السيد احمد عنده على انستجرام 35 مليون متابع على 23 مليون مصري انا بتكلم في رقم يعني احنا خلاص قربنا يعني الرقم ده عدى ارقام دول يعني عدى اتعداد سكان دول بزرط فمحمد لأ من انت محمد بقيت لازم لازم محمد يعرف انه بقى حاجة مهمة للمصريين وحاجة مهمة للشعب المصري لازم يعدي مرحلة الزعل والامس لانه اعتقنوا بقى في منطقة تانية واتمنى انه معسكر مارس محمد موجود طب تتسكر انه ممكن يحصل فيه توابع بالنسبة لمعسكر منتخب مصر وعلاقة محمد صلاح بالمنتخب المصري الايام اللي جاي هو بعد يكسلهم حتى الان محمد لم ينضم لأي هل ممكن يكون فيه توابع هو فيه كلام انا قريته النهاردة انه الكابتر حسام البادري طلب انه يسافر عشان يحضر مباريات السلاسي المصري في بورات الدور الانجليزي والحقيقة انه هل هيسافر عشان يتابع محمد صلاح يعني مش فاهم الكابتر حسام البادري لحد 3 اسابيع فاته وكانش بيروح مطشاط الدور المصري لتتلاف مصر لحد ما احنا قلنا انا قلت هنا الكابتر حسام معرفش حدك ما بتروحش ليه فبعدها 3 يام بدأ يروح فهل الكابتر حسام اللي ما كانش بيحضر مطشاط الدور المصري هيروح يحضر مطشاط اه أستون فيلا وليفر بول الغالبا من نسبة 80% لا المحمدي ولا تلسجيب يبدأه يعني هتروح تفرج على 7 دهائق طب ايه المخزم انطلق كابتر حسام بالصفة بالصفة لانجلترا علشان يحضر المطشاط معقولة كابتر حسام بدلي قولا واحدا يروح كندا يا عمر يعني يعني خلينا نتكلم في الموضوع يعني نتكلم في الموضوع بجدية بقى مش بهزار انت هتروح عشان انت عندك اه اربع محترفين حجازي لا يشارك بصفة اساسية في مطشاط فاليو وست برومتش في الدرجة التانية لا تلسجي ولا المحمدي لا يشارك بصفة اساسية المحمدي اصلا مش في القاومة الاساسية للكابتر حسام البادري ما جابوش باخر المعسكرين محمد صلاح لا غبار عليه حاج ابدى ان يختلف عليه يعني هل انت رايح تختبر تختبر مدى امكانية ضم محمد صلاح لمنتخب مصر يعني هراك شايف ان صفر الكابتر حسام منوش ايداعي ممكن بقى يكون رايح عشان يحل ازمة محمد صلاح هل ممكن ده يكون مش معلم بس هدى المعلم للصحافة وللإعلام بس ما هيبقاش هتقول انا رايح عشان هتابع على لعيب الدور المصري طب ايه المبرر يا سيد احمد ان ممكن الكابتر حسام يقوله علشان قاطر يدحك على الإعلام ويدحك على الصلاح ما يسافر لوحده غير ما يقول يعني يسافر لوحده كابتر حسام البدري بيسافر بيسافر كل اربع دقاي يعني يعني يسافر لوحده ما ياخد طيارة ويروح يحجز طيران ويسافر ويروح يوضع مع محمد هو كابتن باركات او حد من الجهاز الفني او فضل او حد من اعضاء المجلس اللجنة المعينة يروح يعوده مع كابتن مع صلاح ويحله الأزمة يعني ليه انت تقول فجأة تقول انا مسافر عشان هتابع مين يعني ما هو يا جماعة هتابع مين هو انت عندك اربع لعيبة اتنين ما بلعبوش منهم واحد اصلا مش في القامل اساسي تاع المنتخ احمد المحمدي تريزيجيب يلعب وما بلعبش احمد حجازي بدأ مؤخرا ينضم كيف ان تريزيجيب اصوز احمد ممكن ما يكملش في اسطنفلو اه ممكن طبعا مشاركاته كانت بدأ كويس قوي بيشارك بصفقة السياوة لكن دلوقتي حتى مباريات الكاس اللي المفروض العيبة بتشارك فيها بصفقة ما بلعبش قالت ريزيجيب غلط ان هو ما راحش مرحلة في النص قبل الدوري الانجليزي زي محمد صلاح معامل وبعد ما غلط غلط تشالسي راح في يورونتينا فتعلم وبعديها روما فتعلم اكتر وبعد كده راح ناضج للدوري الانجليزي من المناسبة ريزيجيب جاله اكتر من عرض في الدوري الايطالي على الموسم السابقة ورفضها كلها فاعتقد انه كان لازم ياخد الخطوة دي يروح لدوري يعني الفجوة كبيرة او بين الدوري التركي والدوري الانجليزي لو اسطنفيل هبط شايف ترزيجيه يكمل او لا هيكمله طبعا محمد يمكن مع اسطنفيل محمد كده كده خلاص هو معجوم ممات دوري الانجليزي ومش هيرج ومكمل في اسطنفيل اعتقد انه ترزيجيه ممكن يكمل او يرجع تاني بقى دوري بالدوريات اللي هي دوري هولندي والدوريبلجيكي البعض تكلمه اسطنف41 على جوائز اللي افضل في 2019 اللي باعد المجاملات يعني اختيار افضل رئيس نادي هو لقب عمرنا ما سمعنا عنه واختيار رئيسنا دي ما زين بك افضل رئيسنا دي في افريقيا وانا المستغربه جدا ان انت مخترتش افضل رئيس نادي مخترتش افضل نادي واخترت افضل رئيس نادي طيب اخترت أفضل رئيس نادي فريق وخارج من دور التمانية لدور أبطال أفريقيا في 2019 لا لا يعني لا اخترت طيب انت غربت من خنائة الترجي والوداد عشان الخناءة واللقب وبتاع فمرضيش لا تدي ده ولا تدي ده طيب من ناحية التانية عندك فرقتين وصلوا الكونفيدراليا عندك نهد البركان وعندك فريق الزمالك يعني عندك فرقتين طيب عندك فرق تانية طيب عندك فرق عملت انشاء طيب عندك فرق قدمت لعيبة في البطولات عندك 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 تروح للمزنب اللي مالوش علاقة يعني مالوش علاقة بالولواء هل يقب نفوز رئيس نادي المزنبين طبعا طبعا تجار الماس وما يحدث منهم اعتقد طبعا والحقيقة انه انا يعني ازاي ادي يعني كان فيه جايزة احسان افضل الفريق في القرى لغوها بايت اجازة احسان رئيس نادي ازاي طيب يعني هي جايزة مجاملة فجة طبعا شايف ان جمال بالماضي يعني لا اهباء جواز اللعيبة والموديل الفنين كلها الحقيقة منطقية تفتحق اه طبعا يوسف ليلي هو الافضل داخل القرى يوسف ليلي دوري ابطال ليه صحافة زحم ما تكلمتش عن طارق حامد ولا الاعلام صلت ضوء على طارق حامد كنه مرشح واحد من اللعيبة الافضل لعب داخل القرى احنا متكلم هنا مش اهلي وزمالك احنا متكلم في جواز بشكل عام فطار احمد هو واحد من اللعبة اللي كانت نرشحة لكن اه Tuesday انا اقول دفترنت اللي قالي على فكرة. ما انا بزبط. ده اللي انا بتكلم فيه. ليه بقى كابتن الياس احمد؟ طارق احمد محدش تكلم عليه ولا حد اداله. اه الوضع اللي كان يستحقه اكون واحد من المصريين المرشحين الجهز افضل لعب داخل القرى الافرقية. الحقيقة هو ده ده الحقيقة ده مش مكانش منطقي. تقصير؟ اه طبعا. من مين؟ من الاعلام لانه طارق مش نجم. عارف لو 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 حد من النجوم لو كهرباء او رمضان او. زي ما حصل مع الاهل ان ابو تريكا وبرك احمد حسن لما التلاتة ترشحوا فازوا بالجايزة طبيعا ان الاعلام يعني يعني يروح مع ناس اللي بجيب اهدف مثلا نصح. بص عشان كمان اه ازمة صلاح طاغت عالموضوع اوي. يعني ازمة صلاح وحضوره وعدم حضوره. خدت الموضوع لسكة محمد فالناس ما بقتش شايفة. حاجة في الحفلة غير محمد. صلاح ما جايش صلاح جاي صلاح ما جايش صلاح يوساد يومانية طبعا بنجوميته. وهي طول الوقت جايزة افضل لعب داخل القرى ما بتبقاش فيها عليها الد قوي. ولكن انت لما يكون عندك لعيب جاي. جاي من بعيد قوي. ولعيب وسط مدافع. ولعيب الحقيقة عنا شايف انه لعيب مقتهد. وحساس منتخب مصر كمان. ومن لعيب المقتهدين واللي بيقدوا دورهم على اكمل وجه. والحياة عدم موجوده في فريق الزمالك اوف منتخب مصر بيف كتير جدا. بقى الناس تقول عنيف. الناس تقول مش عنيف دي قصة تانية. يعني دي دي حاجة يعني يعني الحياة انه. ولا برضو مستغرب حاجة مهمة جدا. نروح لماتش السوبر الاسباني والن ريال مدريد. تمام. فالفيردي اه لعب اه. برش. لعب ريال مدريد. عمل فاول عنيف جدا. اه. مشجع ريال مدريد الاهلوية مبسوطين جدا بما فعلوا فالفيردي. اه. طيب ما هو قطر احنا بيعمل كده. اه. اه. كور لعبة رجال يعني كور لعبة رجال. طبعا اه مش عايزين ندخل في منطقة بقى عشان ايش. اه. عشان محدش يحدفنا بحاجة. اه بالزرط. ولكن الحقيقة هو كان فيه تقصير طبعا مع طريق وبطريق العيب اللعبة اللي ا انا بحبهم على مستوى الشخص لانه نموذج المكتهد تتفق بقى تختلف مع سلوك وتتفق مع اداءه ولكن هو نموذج لعبة المكتهد في الملعب. اتكلمت في نقطة مهمة جدا كنت عايز ابدأ منها بعد ما نقفل قضية افريقيا والافضل في عشين ساعتاشر. اه. السوبر الاسباني اللي تم اقامته بشكل جديد في السعودية. وحدك عارف دايما ان البلاد العربية في اخر السنوات بتحاول تحتضن اكبر قدر ممكن من الافنتات اللي موجودة. اللي لها علاقة بكورة القدم. السعود نجحت في السوبر الايطاري وسوبر الاسباني. واكيد نجاح لدولة السعودية. كل القائمين على رياضة في الدولة السعودية المملكة العربية السعودية الشقيقة. لكن. اه. كان معالي السيد عصام شاتوت ضيف يوم السبت اللي فات واللي قبليه. وكان اتكلم في نقطة ان لو ماتش السوبر تم اقامته في الامارات. اه. هيتكلم ويحتاج ويقول ليه. بنروح نلعب برا مصر. واحنا عندنا استاد القيرة وعايزين نرجع الجمهور. ونظمنا بطلتين على اعلى مستوى. وانجحنا فيهم تنظيميا وفنيا. هل حراك مع اقامة السوبر خارج مصر وانه خلاص تم الاتفاق ويتم توقيع العقود خلاص وكل حاجة نتقفى عليها. ولا حراك عندك رأي مختلفة. ولا انا عند رأي مختلفة يا عمر ان احنا يا رب بس نلعب مطش تنطة بكرة بجمهور. يعني انت بتلعب مطش تنطة بكرة. هلأ لعب تنطة بكرة في صدقهرة. خمس تلاف متفارج. تلاف وخمسمائة جمعية عمومية. و الف خمسمائة من طلبة الجامعة. عم تلوزارة الشباب. وخمسمائة لتنطة. يع يعني. يعني رأي. انت بتتكلم فهوEM يعني. معلش. ما هو أنا مه انا بان اللي حارتك رأي اللي م وجود في الشارع. احنا بقتلها العجلة. تمام. يعني احنا عندنا مشكلة في ان احنا نقيم السوبر في مصر احنا عندنا مشكلة ان احنا لعب ماتش اهلي وطنطا انت مش عفت ترغب الاهلي وطنطا طبعا مع الاحترام طبعا لقيم الطنطا لكن نتكلم على لمهارية الماتش يا الاهلي وطنطا يوم الجمهور يقرر يحضروا لو الدنيا عشر تلاف متفرج لو راحوا يعني انت لو قررت تخلي الاستاد تفتحوا كده الناس اللي معديها في الشارع تدخل مش هيكملوا خمس تلاف متفرج ليه زحمت ليه عشان مع احنا مع احنا ماتش لا خليني رجع بص للدوري اي ما كان بجمهور تمام خلاص تمام ادخن ماتش في الدوري لما كان بجمهور لم غير ماتشاط الانداج لجمهيرية اهل اتحاد اهل اسماعيلي هما دول المحطة اللي فيهم احنا عشين تلاتين الف ماشي احل بزانك بتلاقيه سبعين امين الف مالين للستاد بقيت الماتشاط قدام ام بي وطلعا الجيش وي 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 تلات ارواع هو مدرج الأهلي الثالثة شمال والزمالك الثالثة يمين هو الأولى الممتاز شمال والأولى الممتاز يمين عشان العضاء اللي بيكونوا حابين يحضر يعني حدثك مع إقامة السوفر في الإمارات وحضور الجماعين أنا كمان كان عندي اقتراح وكنت بهزر وبعدين بقى اتقلب بجد ولا ايه اتقلب بجد سأنت أقول لحاجة بتقول لك بتحقق على فكرة ايه طب الاقتراح يعني مبارح قلت طب يا جماعة مما نحن كده كده هنبقى في الإمارات طالما ماتش لا لا بتحذر ما تقولش ماتش أنا عارف انت عايز تقول ايه عايز تخلي ماتش الثالثة مالك يوم 24 ما لا أنا قلت أنا قلت مبارح ده قلت يا جماعة خلاص نلعب نلعب ماتش السوفر في محمد بن زايد ونلعب ماتش الدوري في هزاعة بن زايد طيب سؤال فاكتشفت انه الموضوع في طريقه طبعا فيه ناس قالت انه لفعل اتحاد الكورة بيحاول يحقق ده وفيه ناس قاله وعضاء من اللجنة قالوا انه لا مش هينفع لانه احنا نلعب الماتش هنا وهو غالب الماتش هتأجل يعني طيب دلوقتي لو قلت لك ان شايف ان قرار لجنة المسابقات فان قامت السوفر يوم عشرين وقامت مباراة دوري ماربعة عشرين هل شايف انه ده يحصل ولا ممكن ماتش الدوري لا ممكن الماتش دوري بص انا مانا بقول لك هنا هو قبل ما اي حاجة حصري هيتأجل 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 علشان يعني رقميا وحسبيا مش هينفع يعني مش هينفع تخلص عشرين وترجع يوم واحد وعشرين وتلعب عشرين اهل وزمانك تاني فلا هيتأجل اعتقل من النزل ما في الماتش طب ليه تاخد القرار من الاول طالما يعني بديهيا حضائك بتقول انه هو هيتأجل ومش هينفع ولا اي عامل من العوامل هو النهاردة الصديق العزيز حسام الزناتي قال حاجة لطيفة جدا قالك انا اختارنا عشرين عشرين اتنين عشرين 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 عشان معاد مميز نلعب فيه الصور حل حسنا مش حفل جوازه هو تمام انت بتختار المعاد ما يناسب الكورة المصرية يعني انا ما باختارش حفلة شفت شفت دوري الانجليزي لما لما ماتش ليوربول تلعب في بطولة الكاس قبل مباراتهم في الكاس عالم الاندية اجبروهم ولعبوا الفريق يعني انا شفت شفت اطفال مدارس يعني جايين من الموضوع ما كانش قابل النقاش بطولة مش بطولة احنا هنا بمهتن بالبطولة لأ وبعدين انت هتلاقي مثلا ديال مدريد بقاله تلات سنين بلعب بشعار كاس العالم اللوغو الدوري الانجليزي مفيش هي ماتش واحد بالعافية دول هم ماتش خدوا ماتش فيها عشان خطرنا يعني يعني ده كانوا رفضين في الاول طبعا طبعا حدك عارف ليه بسبب الاعلانات وحقوق ورعاية وفي نظام هل دي بتتخبت يعني هل انت لما تكبر الدوري بتاعك وتخلي ليه قيمة ده بيكبر العالم كله انه يحترمك ويخلي فعلا الدوري بتاعك هو اكثر المشاهدة في كل الدورات الموجودة في العالم طبعا انت يا عمر انت بقالك تلات سنين مش عارف تبيع الدوري تسوقه خارجيا بسبب عدم حضور الجماهير في قنوات عربية كتيرة جدا عايزة تشتري الدوري ايه العائق ايه العائق ما فيش جمهور ما فيش جدول فيش حد في الدنيا انا انا ما بروح اشتري اي منتج انت بتروح بتشتريه بتبقى عارف اساسياته وهاتعمل بيه عارف كل حاجة فيه انت المنتج بتخد الدوري المصري ما عندناش جميل في 34 اسبوع هيتلعبوا بالسنة دي طب هيتلعبوا من امتى لامتى هنبدأ ان شاء الله في شهر اغسطس هنخلص امتى لما ربنا اذا مقى انت هتدخل في عمر ربنا انا نفعش اعمل انت ايه انت ساحر ولا ايه احنا هنخلص وقت ما نحب مش قلنا لك مش كفاء وقلنا لك انه يبدأ امتى طب عايزة لك سؤال بالنسبة للدوري هل انت شايف هو في دوري في العالم وعمر بيتحط الدور الاول والدور التاني لما الدور الاول اخلص نا نشوف ده في شهر ده في اي حتة في دوري التنزاني كان المنتخب يقولذه هيعمل ايه في الفترة اللى مافيش هي تitionalقف دولي غير شهر تلاتة لعبته هي اللي تلعب مشاركة المنتخب الأول. يوجد نظري. هل ممكن كابتن حسام يساعده في الموضوع ده؟ كابتن حسام يمشي. طب ليه؟ كابتن حسام لسه؟ كابتن حسام لسه بيقولي هيدي؟ بالنسبة. أه. والحقيقة أنا مشوفت بصمة أو أمارة لكابتن حسام لحد دلوقتي في معاملته هم لأسف يعني. يعني أنا شوفت بصمة أو أمارة لكابتن حسام بدري مع الأهلي. خلانا نكون واضحين. هل الموضوع مختلف منتخبات والأهلي؟ أو أن تبقى ماسك أكبر ناري في مصر والأفريقية والعربي؟ أنا مش عارف هو الوضع يكون مختلف؟ يعني النفس أفهم كابتن حسام من الشخصيات اللي أنا عارف أنه بيركز وبيشتغل وبيحب شغله. أنا مش عارف ليه مع تجربة المنتخب دي هو مش مركز. يعني مش مركز خالص. يعني تصريحاته اللي بيقولها كلها تصريحات. هل ممكن يكون كابتن حسام بطبعه نقلالي الكلام وبالتالي ممكن لما يطلع يتكلم في الإعلام يخونه بعض التعبيرات. فترة طويلة جدا يا عمر هو المتحدث الرسمي ومدير الكرة للنادي الأهلي. حسنا من كم سنة سوزحبت؟ هو هو هو. معلش. يعني حرك أنا بقيه يعني أنا. يقوله كل ما بيجمر كل ما خبرته بسيط. يعني أنت كل ما بتجمر. يعني أنت أول ما اشتغلت في الإعلام القدرتك على المحاورة زي دلوقتي؟ لا طبعا. ما بعدين قاعدوا قدام قيمة زي صحيحة مالخوصة هو بحوره. كابتن حسام لما بدأ في كلامه أكيد زاد خبرات. طبعا. أكيد خبراته زادت. كابتن حسام. طيب هل بعضوا عن التدريب في الفترة اللي كان موجود فيها في رئاسة نادي بيرابت زي دي. اللي خليته يبعد شوية عن المجال الفني. وبدأ أنه ما يتعاملش بشكله جيد مع الإعلام أحطه في تصريحاته. طبعا. بس هو طبعا شخصية محترمة جدا وراجل حقا للحاية. بس يعني يا وضحي. يعني يا وضحي. يعني شام بس إيه الناس كلها طول الوقت تعمر لما بنتكلم. بس فالناس تاخد الكلام عن نفسها. يا جماعة إحنا بنتكلم على مناصب. على الكابتن حسام البدري المدير الفرائي المنتقب. وليس شخصية الكابتن حسام. وعبنتكلم على الأستاذ حسين عبد المحسن اللي هو رئيس أي حاجة. مش على حسين عبد المحسن البني آدم. حسين عبد المحسن البني آدم ده فوق دماغنا. طبعا. عشان طول الوقت أنت تخرج من الحلقة فتلاقي أو تخرج أو تكتب حاجة فتلاقي حد بيكلمك. قولك أنت بتهاجمني يا عم ولا ما بهاجمك. أنا بهاجم أو مش بهاجم أنا بقول وجهة نظري في شغلك. أنت بتعمل كذا في شغلك. شخصك فوق دماغي. الناس عندنا ما بيعرفوش يفصلوا خالص بين ما هو عمل وما هو خاص. ما هو خاص ده بيننا وبين بعض. ما هو عمل ده العام. أنا بقول رأيي في وجهة نظري فيك وفي شغلك قدام الناس. أنت بقى مش عاجبك وجهة نظري في شغلك. إبقى أنت بتعمل شغله غلط. أو عايزني أبقى أقول وجهة نظري فيك وأنا بغيرها. لأ ما أنا مش عام مش عامل ده. فهذه الفكرة. إنه ما هو عام فرق كبير من ما هو خاص. فحنا بنتكلم على شغلك كابت حسين البادري. كابت حسين البادري يشغله مع المنتخب حتى الآن لم يظهر. وحق نتيجتين أعتقد أنه هم كريسيتين تعادل وتعادل. وعندوا ماتشاط في مارس القرعة تقريبا يوم 21 قرعة تصفى كاس العالم. أعتقد مش 21 يناير. 21 يناير. هيظهر. أو 9 فبراير ده تحديد الملعب الخاص بقرعة أفريق. عشان بس أنا المضام ما يخفلتش علي. إحنا عندنا قرعتين قرعة كاس العالم. 21. 22. وعندنا قرعة في شهر فبراير دي اللي هتكون مفروض بعد انتهاء مرحلة المجموعات. اللي هتحدد فيها النهاية الأفين. تمام. ما بين أستاذ الطائرة ومراكب محمد الخامس. أنا بس أعلى بأتكلم عشان ما أطلق بطشا. قرعة المنتخب يوم 21 يناير. يوم 21 يناير. تحدد معنا مين للثلاث فرق. اللي هم أنا في المجموع لأنه في فرق منهم هتطلع تلعب. إحنا هنرجع بالنظام الأدين تاني سوزحكا. يعني يعني احنا المجموعة يطلب منها واحد. 40 منتخب وصلوا للمرحلة الأخيرة. تمام. الاربعين منتخب دول هيتقسموا عشر مجموعات. انت هياخد من كل مجموعة الأول. زي ماتش غانة. زي ماتش غانة. يعني العشر اللي هيوصلوا. 30-14. العشر اللي هيوصلوا. يحصل مايونهم قرعة. خمسة يلعبوا خمسة. والكسبان من مجموع الماتشين يسعد لكسب العلم على طول. لوك اوت. حال حالك شايف النظام ده أحسن ولا نظام اللي كوبر لعب فيه. نظام اللي كوبر لعب فيه طبعا. أسهل. أسهل طبعا. أنت منتخب برادلي أنا أسف. كسب الست ماتشاط في المجموعات. لو زي نظام كوبر. ما حسناش بيه. ما حسناش بيه. ما حسناش بيه. تعرف انه المباراة الوحيدة اللي اخسرها برادلي. بتصبعك كسب غانة. صح. هو كسب غانة هنا كمان. صح. وعنك تكونوا واضحيني الجزء كبير من المجموعة اللي الكوبر بنى عليها منتخب، وكانت مجموعة برادلي. يعني شايف إن فرصة منتخب مصر بالنظام الجديد. يعني نتكلم على فرصة محتاجة الشغل. بالنظام الجديد ولا بالجاهزة الجديدة's. لا بالنظام الجديد والجهاز الجديد. بالنظام الجديدة صعبة. بدهم على الكديد احلى بان هنا. ما رب، اعني اتمنى squash. طيب. عادة روح معك قصة الضار. دلوقتي حداك � Pul지 به تقنية عظيمة جداً في كرة القدم من هم يتفق أن الفأر قتل متعة كرة القدم ومن هم من يقول أن الفأر أعطى لكرة القدم الحق والعدالة لكن في الدوري الإنجليزي على السبيل المثال مفيش حق ومفيش عدالة بسأقول لك أصدقى إنت عندك اثنين فأر بتشوفهم في العالم دلوقتي الفأر العادي الطبيعي اللي شفناه في كاس العالم وفي دوري أبطال أوروبا عفواً والفأر اللي بنشوف دوري الإنجليزي الفارف تشاهد دورة الإنجليزية ده مسائل هندسة فرغية يعني بس حراك عندك تلت دورات الفارف مختلفة في الدورة الإنجليزية حاكم الساحة هو المتحكم في الرأي بعد غرفة الفارد يقدّدوا قرار بطاعتها و هو المتحكم او ما بيشوفش في الدورة الإطالي الحاكم بيروح الجوس على الخو 着دور الأسباني لغرفة الفارد تожуه أقار بس الأوقات بيشوف أوقات بيشوف يعني الأسباني بيروح يشوف زيزها الإطالي الانجليزي ما بيشوفش يعني لك مع الدوري الإيطالي اللي هو الكاس العالم يا جماعة طيب الانجلسان مختلفة دايماً في كل حاجة يخلف طعب اه هو بقى خلف طعب ليه؟ لدرجة انه الفيفا قالوهم انه انت عنوه ده غلط حذرهم طبعا يعني فكرة المسطرة والقلم يعني ما شوف الجوال بتتلغي الحقيقة اللعب تسلل بحواكبه يعني طالع بحواكبه زيادة الفارد في دور الإنجليزي ده اللي فعلاً قتل موتى القرات القدم إنما الفارد طبيعي لا طيب الوقت حالك عارف ان الفارد في الدوريات الكبيرة بيتم احترامه في مصر هنا حالك حالك تفتكى لو الفارد تم تطبيقه الأول قبل ما روح معك لإمكانيته حال حالك شايف انه ممكن ما تشوف عشرين تلاتين مره عشان خاطر كورة نتخانع عليها فنرجع للفارد هل الكلام ده ممكن يحصل؟ هو الفارد يتعامل في كورة القدم عشان حكتين الهدف وضربات الجزاء يعني ما شوفتش ما فيش فارد بيتعامل على كورنر ممكن احصل في مصر؟ ما انا هقولك هو يعني احنا بنعمل الفار اللي انا شوفته في كاس العالم شوفته في كل المطولات اللي انا حضرتها بيتعامل على الجول يعني هدف او ضرب الجزاء ده الحالات اللي هي او طرد او حالات اللي هي المهمة ممكن يتعامل على كورنر لو كورنر ده جي منه جون فلو في شك فيه يبدأ يرجع احنا عندنا هنعمل فار هتلاقي لعب بيتل الفار على التسلل وربنا ما خبطت في رجلي طب تعال انا بروح نشوف فهتلاقي الماتش بيقف يا الماتش اصلا احنا عندنا الماتش بيقف من التسعين دقيقة بيقف ستين دقيقة هتلاقي بيقف عندنا تمانين دقيقة اتحاد الكورة ولا لجنة الحكام اللي هيفرد القواعد من الاول على جميع الاندية علشان يلزمهم باحترام قرارات الفار وقرارة الحكم جبلية طبعا شخصية الحكم رأيك فيها ايه بص شخصية الحكم بتفرد رأيها في اي ظروف حتى في ماتشات العديد بس عشان انت طول الوقت الحكام في مصر بيتهاجموا بشكل فج ومهور لا يصق فيهم حتى لو الحكم شخصيته قوية بيظهر وكأن مع انت الحكم بيبقى شخصيته قوية فتلاقي لاعب او اتنين او تلاتة بداوا يحتاجوا بيه فمشي قطرد خمس ستة يعني بتلاقي احتكاك 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 واللعب بيدرب واللعب بيعمله فتلاقي طرد واحد وبعدها مش عافيته للتاني زي مثلا عشان بس نكون واضحين في مبارات الهم محمود علاء كان لازم اترد فرجان الساسي كان لازم اترد طرح حمد اترد فرجان الساسي كانوا بيعترضوا بشكل فج يعني بشكل فج يعني كانوا هم رايحين يقولوا الحكم اتردنا وللأسف الحكم اعرفشوا تردهم لانه لو طالت تلاتة لعبة من الزمالك فماتش الان هي تقلب انما لو في اي حتة في العالم لعبة اعترضت بالشكل الفج ده هي اتردهم كان فيه لعب كمان نادي الزمالك دفع الحكم تعيق أه ما أنا بقولك يعني الموضوع كان مرعب جدا يعني كان حاجة فيه يعني في الموضوع. أه ف... يعني شايفs الفارحة يا مصوصر احمد هينجح في مصر ولا ده? بكل صراحة طبعا اللي أنا بتعود بيها منك يعني. لأ. مش هينجح? طب هيتطبق طب إحنا دلاتي من طالب فلاهم مش هينجح. فيش حاجة هتنجح في مصر إلا ما تحط أسس وقواعد وقوانين للكورة كلها للمنظومة كلها. ما هنت ما تجيش تقول للفارها ينجح وانا مش عارف هدخل جماهين ما تجيش تقول للفارها ينجح وانا مش عارف حط جدول دوري ما تجيش تقول للفارها ينجح وانا فيه ناس بتقعد تشتم في الحكام للنهار ما تجيش تقول للفارها ينجح وفيه ناس بتتكلف في سحر وشعوالها طب لو سألتك السؤال احمد قلت لك هل انت راضي عن اعداء اللجنة الخمسية لحد ما لحد ما لان هم في الاخر بيواجهوا صعوبات كبيرة جدا هل ممكن يحصل زي ما قرأنا أنه ممكن القرار المادي يتمد لفترة أخرى للمجلس المعين أو المجلس الماقطة الذي يدير حد الكورة؟ انتخابات تحاد الكورة في 9 اللي جاي مش هتقول لنا مين هينزل في الانتخابات؟ ممكن أنا ورغب استحاد المصر في كورة قادمة في فترة في الانتخابات اللي جاي هل هينزل بنفس الأسماء اللي كانت موجودة معاه في الفترة الأخيرة ولا ممكن يغير؟ يغير ممكن وجوه شابة وجوه أو نرى نسمع عنها وهل البند اللي اتعمل أنه يتيح لأي شخص أنه يترشح ما يكونش مارس كورة القدم أو ما يكونش عضو مجلس إدارة سابق في نادي هل ده ممكن يتيح لبعض الشخصيات اللي ممكن يلايها مفاجرة؟ طبعا طبع زي مين؟ يعني أنا عارف أنه ممكن ما يكونش عندك معلومات بس هل ممكن اسمع لك تتوقع أنه يكون موجود؟ أو اسمين؟ لا ما فيش ما معتقدش يعني مش في دماغة اسمعهم أنا بس قلت أسأل كده يعني أحاول كده أطلع منك أي حاجة؟ لا معرفش أسمعها بس هو الحال البند ده لأنه أنت بتتكلم على إدارة منظومة يعني مش لازم كل اللي لعب كورة هو اللي يديرها مش لازم كل اللي لعب كورة هو اللي يقدم برامج رياضة هل ده صح؟ طبعا صح أنا بسأل حدوتك أنا مش بنطقت طبعا صح طبعا صح عشان محدش ينتقدني بيقولك أنت بتسأل ليه؟ ما التسويق هتجيب واحد دارس تسويق صح بتتكلم على يبقى حلو أولا ولعب كورة دارس تسويق تبقى حلوة بس أولا دارس تسويق أعم يعني تبقى حلوة ولعب كورة دارس أصلا بالحقيقة إيه؟ نتمنى نتمنى أنه طبعا طبعا لما يكون لعب كورة يعني إحنا عندنا نموذج أنا أنا طول وقت أنا بحب محمد فابل طبعا حمد نموذج شوطر طبعا أخ كبير ليه وشخصية محترم جدا وناجح طبعا أتمنى أن يبقى عندنا في نموذج كوادق محمد فاضل محمد شوطر سواء مشكلة محمد إنه شايل كتير قوي في تحاد الكورة يعني يعني إيه كل ما تسأل على ملف فيقول لك ده مع محمد فاضل ده مع محمد فاضل محمد شوطر وناجح ونجح وكان من الوجوه اللي قدمها لنا المهانسة أنا بريدة في كاس الأهم وكل طول وقت الناس ناسية برضو إنه كان رئيس لجنة المنظمة البطولة كان المهانسة هانية ما كانش فاضل فاضل كان مدير البطولة يا رئيس اللجنة المنظمة البطولة كان المهانسة أنا وريدة ما كانش يا محمد فاضل فالنجاح راح لفاضل لأن المهانسة هاني شاله ومجلسه شاله مشكلة أجيري والمنتخب يعني أنت ما فصلتش ما بين هو فني وبين هو إداري الإداري المجلس الاتحاد الكورة نجح فيه تماما مع الفني مع أجيري لا ده قصة تانية هم والمنتخب وإدارة المنتخب لا كان فيه فشل زريع في البطولة دي بالزيت آآ أتمنى عندنا نمازج كتير زي محمد فاضل عندنا حسام الزناتي نموذج شخصية محترمة جدا نموذج شاطر وكويس بس طبعا من الظروف يعني أنت بس شخصية محترمة وطبعا بيشتغل وبيحاول أن هو يعني أنت رئيس اللي موتك فيه حاليا وحطت جدول وقلت الأهل والزمالك هيلعبوا يوم الجمعة جي الأمن قالك لا مش هيلعبه هتعمل ايه؟ هاتلعبوا في جنين البيت؟ لا صح يبقى أنا دلوقتي أزعرك أن أنا قبل ما أحط الجدول لازم أرجع للجهات الأمنية خلاص مو كده ما بقاش من لا يملك قراره لا يملك مصيره بس إحنا يا سيد أحمد في الظروف إن إحنا الجهات الأمنية حراك عارف إن إحنا يعني محملينها كتير قوي قوي فحراك عارف منشاط كربت وخدم بيتم تأمينها عن طريق زوات الدخلية وإن ممكن ده في المستقبل يكون ما نريد سأقول حريضك إن إحنا بيتكلم فيه هل ممكن يتم الاستعانة ببعض الشركات الخاصة علشان تأمين داخليا وإن الدخلية تأمين خارجيا أنا قلت دي تلت 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 حلقة أنا ما سمعتش معلش خدني بس إياه على الدعم دلوقتي إحنا بندخل الناس بالتيكت هم تريده نظام رائع جدا إسم تسكرتي كل واحد معروف جوال أستاذ كل واحد معروف جوال أستاذ تسكرتي ده هو بيديك التسكرة صح؟ عارفين مين هو؟ أول أنت عارف مين هو ده واحد اتنين على ظهر التسكرة حطله واحد اتنين تلاتة اربعة ممنوع ممنوع أن انت تلبس كزا ممنوع أن انت تعمل كزا من قبل ما يروح ما تفاجهش في الاستاذ ما تفاجهش في الاستاذ تجي في الاستاذ تزمر يا حبيبي أنا قلتلك ما تزمرش تعالى إنما تيجي انت مش كاتب لي هنا أده أصو ده عقد التسكرة دي بعقد بين المشجع والأمن أنت قلتلي اديتني التسكرة وكاتب لي عليها ممنوعا زي انت حضرت المرشاد في كل حتة في العالم بيكتب لك الكلام ده احنا كصحفيين وأنا داخل الاستاذ بيكتب لي على التسكرة ممنوع واحد اتنين تلاتة اربعة انت تعرف ان احنا لو قاعدين في الميديا سنت او في الميديا في الميديا تلبين او في الميكس الزون يعني لو في الميكس الزون وفي العب معدي وتصارت معاه بيجي الميديا اوفيسر بتاع الفيفا بيروح ساحب من الاكريتيش طبعا ومحمد ثابت يعني محمد ثابت اخوي او صاحبي اللي هو بنبقى لسه واكلين مع بعض بس في الشغل ما فيش خلال يعني انا قاعد انا وهو واكلين مع بعض احنا كنا مع بعض في كالس علام تركيا في 2013 كنت بتكلف التليفون بزبط فراجل افتكرني بعمل مدخل يعني بعمل مدخل في الراديو قال لي انت تعمل ايه هو طبعا بيكلم انجلش وانا بتكلم عربي وانا بتكلف التليفون فقال لي طيب احنا في حقوق وفي حاجات تخلي بالك بزبطا ما اسحبش منك لأكريتيش ففعلا كل حاجة او زحمد ديها حقوق اه انا بقولك انا يعني محمد نبعدين انا وهو بناكل مع بعض اول ما ندخل يعني انا مثلا ماسك في البريس كونفرنس ماسك الموبايل بصور يروح وهو قاعد على المنصة فوق يعني يروح مش اقول لي وصح يعني احنا بنخرج من الاستاذ نروح نتعرش مع بعض بس في حقوق انا عارف حقوقي وهو عارف حقوق وهو عارف حقوق شغله وانا عارف حقوق شغله فانت خلي الحقوق هي العامل المشترك بيني وبينك انت ليك حق وانا راح اتفرج ما تخليش حقك يدر الفورجيتي ولا فورجيتي تدر حقك خلاص ابا نتفق على عقد ونعمله احنا بنخرج تاني احنا ما بنختلاش العجل يا جماعة ليه مصعبينها يعني الموضوع السب مش صعب على فكرة موضوع السبع جدا سهل وعندنا شركات امنة دلوقتي خاصة احنا عملنا بطولتين وارا بعض بطولة تلعب فيها تقريبا اه تمانية وخمسين مباراة وبطولة تلعب فيها اه ستة وستة اتناشر وماتشين وماتشين اه السبتاشر مباراة بسم الله ان شاء الله اه فانت تكلم على رقم كبير جدا وكلها بحضور جمهري مرعب طب يا جماعة يعني ايه يعني ما هو يعني الناس دخلت وخارج نفصلاش حاجة يعني احنا عندنا عندنا ماتش مهم جدا 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 يوم 24 وده من نجم السحلي يعني لازم من دلوقتي من دلوقتي انت محتاج جمهورك احنا محتاجين جمهورنا محتاجين الجمهوري بموجود ماتش فاصل في مشوار الاهلي في دارة الافريقية طب نقفل نقفل ملف اتحاد الكورة عايز روح معاك الاهلي سريعا علشان اتكلم معاك فنين علشان الوقتي بيجري معاك بسرعة جدا ومش بلح ان انا اتكلم معاك في حاجات كتير الصراحة الحوار معاك ممتع جدا الاهلي افريقيا رأي حضرتك في ايه قبل المواجهتين انا مش اقول مواجهة واحدة عندنا مواجهة مع النجم السحلي مهمة جدا ثم مواجهة مع الهلال في ظروف مختلفة هتكلم فيها محرك سريعا وهيكون مباراة حاسمة ايضا للناد الاهلي علشان يحتل الصدارة كطبيعة الناد الاهلي طيب عشان نحتل الصدارة نازل نكسب المواجهين خلاص طبيعي ده موضوع ده ونومنتهي فرص الصعود مازالت قائمة بنسبة مية في المية انت تكسب الهلال السوداني في السودان توصل مش محتاج حتى مباراة صعبة ممكن تبقى صعبة صعبة بس اللي قابلها نجم السحلي ده الاصعب يعني انا بتكلم على ارقام بتكسب الهلال السوداني توصل مهان حتى لو خسرت من النجم هنا يعني حتى لو خسرت من النجم هنا اتكسب الهلال توصل بس ده مش مقبول طبعا ان تكسب الهلال السوداني وصلت ليه الهلال السوداني حتى لو كسب بلاتينيوم بقى تسعة نقط وانت سبعة نقط هتكسب الهلال باية عشر نقط خلصت ده بحسابات الارقام عشان بس نسيطوان الناس عمالات تحسب وهنكسب ونعمل ونذهب simulations بحسابات الأهلي واحنا كأهلوية وجمهور الأهلي لازم تكسب الماتشين أو تكسب ماتش وتعادل الماتش عشان على الأقل تبقى صاعد وانت واخد 12 نقطة فتبقى زي النجم ولو كسبت النجم هنا 2-0 هتبقى انت بصدارة المجموعة لأ هتبقى 11 نقطة فمش تبقى أول لو انه مكسب لتين مش تبقى أول الأهلي برة والأهلي جهو بص مع لسارتي مع كارتيرون مع حسام البدري مع سين من الناس مشكلة الأهلي برة برة مصر بقت مزعجة جدا وانا قلت هنا لسبوع اللي فات عشان تاخد دور يا أبطال أفريقيا لازم الأول تكسب برة عشان تاخد البطول هنعدل المجموعات عندنا ماتشين لوكاوت ماتشين لوكاوت نتيجة برة هالف حدد لك انت هتعملي جوه سواء لعبت الأول برة أو التاني برة لازم تبقى عامل نتيجة جابية برة أرضك عشان تاخد البطول بص البطولات من الجزيم على الأهلي تاني تاجوا برة كلها رائعة كسب يعني فرق عتاولة الأهلي كان متعدل هنا مع الصفاقسي واحد واحد كسب هناك واحد صفر راح هنالك كسب واحد صفر خاد البطولة فانت بتبدأ بطولتك بالفوس خارج أرضك الماتش اللي فات انا انا مش عارف اللي احنا عادنا ليه خمسة واربعين دقيقة مش شايفين الأهلي يعني خمسة واربعين دقيقة الأهلي مش موجود الأهلي بدأ في الشروط التاني استعاد توازنه ورجع الأهلي تاني ولكن في حاجة أنا مش فاهم يعني ما في حاجة ما كنت فاهمة في الماتش يعني الأهلي في حاجة ما مش مفهومة هل درجة الحرارة فعلاً زي ما قالوا هل درجة الرطوبة اللي عمكتش قادر تجري يعني هل ضغط الماتشاط في الدوري مخصر؟ ضغط الماتشاط الإرهاق هل الإصابات إصابت وليد سليمان ودخول أحمد الشيخ للقايمة والاعتماد على أفشا مكان وليد سليمان وانا بقى عندي يقين انه احنا عندنا مشكلة كبيرة في عمق الملعب المترجمات في عمق الدفاع هتلاقي حريط الحركات هتلاقي انه انت الجون اللي جي في النجم الساحلي من العمق الجون اللي جي في المهنة فس النجم الساحلي هلاك ليه أسبابه وان الاهلي بعدما الحاكم طرد أيمن قشر بدري جداً حصل بستالة جوان من العمق فهدت بلاتينيوم دي ما عملتش هجمات في الماتشين اللي تلات ماتشات لعبتهم قبل كده عملت هجمات مفرد يعني هلاك شايف ان القالي كان يطلع من بلاتينيوم ممكن بنتيجة افضل من كده لو كان في بعض التركيز. طبعا. طبعا. واعتقد انه اه فكرة اللعب بزاهير تالت دلوقتي يعني بقيت انت عندك محمول انه بتولي عرف لعبها كويس قوي. فتتكلم على لبرو. مش لبرو. اه. مش لبرو. بنتكلم اه. زاهير تالت اللي هو ايه بقى? اللي هو هنلعب زي ما كنت بيلعب زي ما اه. تلاتة خمسة اتنين. تلاتة اربعة تلاتة اربعة تلاتة. هايبقى على يمينه راميه على شماله اه اه ايمن اشرف. او ياسر. الاتنين شغلو بلعبوك ويسا او على شمالهم. هيلعب ممكن العب علي معلول في الشمال ويلعب اه محمد هاني او احمد فتحي او حسين الشحات. يعني دي احنا عايزين نشرح عشان دي طريقة صعبة جدا جدا. بشوال حقيقة. تنجح ممكن تنجح في مصر. اه اعتقد. بامكانيات لعب الاهل اللي موجودة دلوقتي تنجح. بس طبعا انت حتيجي تتطبقها انت خلاصة ايه. فاكر عليك لما خلصنا اول لعبنا بتلاتة خمسة اتنين عشان نروح الاربعة اربعة تنقعدنا في دية عشان نتطبقها وعشان نلاعب نازل. انت متخيل. يعني من الامة كاتب الربعة ياسين كان بيلعب جناح شمال. يعني الكابتن الابياء كان بيلعب جناح شمال يعني وهدفه الشهير في الزمالك طبعا كابتن عيمان طاهر في رمضان في شرطن في شرطن يضاف الرواق صح 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 أنا عارف النهارك أكيد طبعا بتابع منشاط الأهلي وليك أكيد بعض التعليقات لكن أريد أن أعرف منك رأيك في وصول مراهن محسن للمباراة التانية على التوالي أن يساجل فيها أهداف رأي حضرتك سلعامل النفس الجيد اللي بيعود على مراهن بعد تسجيله ثلاث أهداف في المتشين أنا من الناس اللي دفت عن مراهن مراهن أه حالك شايف اللي بيحصلوا ده كتير قوي عليه صح طبعا كتير على أحد يعني كتير ده العيف يعني مراهن العيف النهاري مبشر وليد أزهر العيف النهاري هم هم همهجبين نهاري الأهلي دلوقتي يعني هم همهجبين نهاري زي ده أنه مراهن يعني ما انت ما جيش تقولي أنه هكتور كوبر ما بيفهمش أجيري ما بيفهمش لسارتي ما بيفهمش ريني فييلر ما بيفهمش كل الناس اللي بتلعب مروان دي ما بتفهمش وإحنا اللي بنفهم يعني الحياة إنه كل الناس بتقوله مروان محصم هاجم كويس طب أسألك سؤالتين إجماع أيضا نفس المدربين على أي منقشف أنه يلعب مساك هل نفس الكلام ده ترد بي علي؟ هل إن فعلا الناس بيكون شايفة حاجة عمر ما هتشوفها في المدير الفني المدير الفني بيكون ليه وجهة نظر مختلفة عن المشجع؟ ما كانش فيه إجماع على أي من أشرف لا أنا بكلم على لسارتي بيلعبه مساك ريني فييلر بيلعبه مساك لسارتي بيلعبه مساك عشان ما كانش عندنا مساكين طيب بس كملوا لعبيه فييلر بيلعبه مساك عشان مقتنع به أجيري لعبه باككليفت تمام ما لعبوش مساك بأسف نمتخب مصر الوضعي مختلف عندك لأ أنا بتكلم أنه أنت عندك وفرة من اللساكين كانوا موجودين خلاص ما هو ده لعب باككليفت ملاعيفش مساك تمام أيمن أشرف لعب مكتهد جدا ولكن إمكانياته في مركز المساك طول وقت اللعيب الأشول في مركز المساك بيبقى صعب شوية جيررس بكي ناجح مع بوشتونات مركز المساك وأشول بكي مش أشول بكي مش أشول بيعمل نفسه أشول بيعمل نفسه أشول خلاص؟ أنا معرفي أنه بيعمل نفسه أشول فاكله بيبقى قصد يبقى أشول إنما كمان إمكانياته الطول فكرة أنه طول الوقت مش معدوء يعني فكرة العدلة في الملعب طول الوقت بيتدرب وزاي أنه زي بولو إيه كده الغشومية يعني غشيء يعني غشيء بيعمل يعني يعني في مطش ممكن يغلط غلطات مصر مثلا أنت أنت ماشي كويس لأهل ماشي كويس فجأة عمل فاول عال 18 دخل فيه جول فك الشبكة للشناوي بعد 8 مباريات نظيفة يعني الحقيقة أنه ولكن هو لعيب مقتهد والحقيقة برضو خليها برضو نرجع لأنت قلته الناس كلها مقتنع بي فليلا يعني يعني طب نرجع للموروان تاني وأظهروا هل الحلقة شايف أنك تنصح الجمهور أنه يهدى شوية عليهم وأنه هو يدعمهم على قد ما هو بينتقدهم وأنه هم زي معناك قلت المدربين اللي فاتوا مقتنعين بيهم فطبيعه هم لعيبة كويسة أه طبعا والعيب وليد أظهروا البعنج مقاس جدا بس وليد أظهروا مشكلة أنه فقط ثقة في نفسه يعني فقط من كتر الهجوم ومكتر الراكنة فقط الثقة شوية في نفسه أهزة كانت شوية على طول لما كهراوة عمل كده كهراوة لسه عشان لسه في بداية الماتشات وبتاع فعايز يضمن فحط رجله أو الهجمة لكهراوة مع الأهلي في كورة الماتش بلاتينيوم حط رجله وشاط تلعت في المدرك لسه عايز يدخل إنه مراوان واقف وهدي على الكورة وثبت ورقص وعمل سحب الكورة وحطها هو بدأ يكتسق يعود تعود له ثقة تانية في نفسه مراوان من المهاجمين اللي أنا بحبهم على مصر الشخص يعني وهو أعتقد أنه مع الوقت هيستعيد نفسه تانية هل مركز الفرود أو رأس الحربة في الناد الأهلي أكثر المراكز اللي بيكونوا عليها انتقاد أو هجوم من الجماهير في حالة انخفاض المستوى اللاعب أو ابتعاد عن التهديف؟ أه طبعا رغم أن أنت عندك كل لعب يتهدف ما هو أنت لما بيتحرك ما هو أجايبي لعب رأس حربة لما بيتحرك بيفتح للمنارة منهم بيجيب يجوال أنت عندك مادة أفشا مسجل سن الشاحات مسجل كل مهاجيه مسجل حمد فتحي مسجل عمر السلاي مسجل رمضان مسجل كل لعبة الوسط المهاجف لهم مسجلين هل المهاجم لو أفريقي مش ده نجحل مش ده نجحل طبعا طبعا بس هلأ والمهاجم أفريقي أنه هو مش بيفهم عربي مع كل الانتقادات دي زي ما في لفيا حصلت معاه في من الأيام هل ده بيفرق شوية أن اللاعب يكون مهاجم أفريقي علشان ما يسمعش الانتقادات ويعرف أنه هو يواكب الأحداث ويستمر مع الفريق؟ لا بيعرف بسيبك من النواب بس مش لي يعني خمسين في المية أربعين في المية مش مية في المية لكن طبعا أنا عايز وصل معك أن الهجوم اللي بيبقى موجود على اللعبة ده بيأثر على اليوم ما في الشكل طبعا أجيب أجيب ما بدأش أجيب السنة اللي فاتت في نهاية الموسم كان بسرعة محسوس جدا ما بدأش يستعد سقطه في نفسه غير بداية الموسم السنة دي لما بدأ ماتش السوبر بدأ بداية كويسة وأحرز هدفين فبدأ يستعد سقطه في نفسه وبدأ يقفع رجلوتين طيب أعيز سأل لك حالك سؤال قبل ما ينحلك موجود معي وحضرتك يعني يعني رجل ليج باع طويل في السوشال ميديا وفي الصحفة بس السوشال ميديا دلوقتي بيتأثر تأثير كبير جدا جدا على الشارع المصري هل حراك شايف أن السوشال ميديا الأمر يوصل بها لحد فين هل فيها بعض الإيجابيات هل فيها بعض السلبيات هل هي لازم لعب الكرة يبعد عنها تماما علشان يعرف ركز جوة الملعب ويبعد عن الانستجرام والتويتر والفيسبوك ولا حراك عندك نظرة أخرى لموضوع السوشال ميديا لا بصوا السوشال ميديا بقت وسيلة أعلام دلوقتي يعني مواقع التواصل الاجتماعي بقت وسيلة أعلام شعبي زي ما بيقوله أنت بيوصل لك للحدث وانت قاع يعني وانت قاعد كده بتشوف بتشوف انت عملت إيه بعدما الحاجة ما بيصفر على الهوى طبعا فيه توجيه للسوشال ميديا طبعا فيه توجيه فيه ناس بتوجيه السوشال ميديا توديها في حتة معينة طبعا فيه توجيه فيه كذب فيه كذب يعني يعني فيه حاجات المشكلة أنه الناس فيها وقت بتصدق كلام الحياة ما ينفعش أنه ننقشه يعني هراك على تجربة شخصية بعض المواقع الناس بتجتهد بتقول أن الأهل بيفاوض مهاجم أفريقي ما كان صحة الخبر من عدمها لمنزل الشارع يا كبتن عمر هو الأهل اللي عمل إيه مع المهاجم أنا لو كتبت أنا عندي برد فتلاقي واحد داخل سلامتك أستاذ أحمد أخبار مهاجم لأهل الجديد إيه أخبار مهاجم لأهل الجديد إيه فكل مهاجم لبعض فهو أنت أنا أمير توفيق تقريبا لحد ما أنا دخلت الحلقة كان متعقد مع تسع لعيب أفرقى وبعدين لعيب من بلغاريا ولعيب من رومانيا ولعيب من معرفش لي كلها أوروبا شرقية يعني ليه كل اللعيبة اللي الأمير توفيق بيفاوضها جهي من التلج مش فاهم يعني هل الجمهور تقريبا عشان هو حط صورة على انستجرام فيها شجر وتلج وبتاع فالناس قالت فيها جوسعة آه فالناس قالت أنه هو في رومانيا تقريبا طيب يعني عايز أتكلم معاك في موضوع التعصب الموجود على السوشيال ميديا حالك شايف حلو إيه أنا دي أسئلة أنا حابت بسألها لك حالك موجود معي ماروش حل خالص مستعصب موجود هو إحنا بس التعصب بقى أوفر يعني التعصب هي مشكلة ثقافة مش أكتر يعني التعصب موجود في أي حتى يعني أنت ريال مدريد لما بيكسب برشلو يعني هابلوش مبروج ومبروج ناش بس في حدود في حدود تمام والحياة وما فيش إلة أدب تماما ده اللي بكل فيه التعصب المسموح آه إنما أنت أننا عندنا التعصب بيوصل لمرحلة المموذ التعصب اللي بيكون في إلة أدب آه لا 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 بيكون في إجتما وفي إهانة طيب وإحنا أنه عشان ما فيش رابط يعني تعرف أنت لو قانون لو في قانون بيحمي الكلام ده أعتقد أنه ناس كتيرا تتعاقد سؤال حقيقي أنه لما أنت بتشوف مسؤولين بيتجاوزوا محدش بيحاسبهم أنت هتحاسب على الصغارة اللي موجودة على السوشيال ميديا الحقيقة ما يعني لما الحاسب المسؤولين اللي بتغلط وتتجاوز في حق الناس وتتهم ناس وأعرضها من غير محد من غير محد يقولهم أنت بتعملوا إيه أعتقد أنه هتلاقي الناس كلها يعني هتخاف طيب أنا لفيت معاك الدنيا روحت معاك لتحد الكورة روحت معاك لقالي روحت معاك لمنتخب مصر لازم أسألك عن نديك اللي أنت بتشجعه أوروبيا رأيك في رحيل فالفيردي إيه هو الحقيقة فالفيردي كان ما كانش فيه دك يعني أنت بتلعب أنت كنت بتقطعه أنت ما بتلعاموش أنت ورزق لها الحقيقة أنا بطلت على ذكر فترة فالفيردي وعهده كنت بطلت أتفرج على برشلون طب المدير الفن الجديد واختيار المدير الفن الجديد شايف أنه هنجح ولا اسم غريب كالعادة زي ما برشلون بيعمل في آخر سنواته اسم غريب كالعادة بس حتى الناس الغريبة اللي اخترروا قبل كده كان عندها قبل فالفيردي يعني يعني كان عندهم يعني ما يسمح لهم أنهم يدربوا برشلون ولكن ده ما فيش يعني يعني ما تطمنش يعني ما تطمنش لا تطمنش ما فيش أمل يعني أنا وإنت هنقاطع خلق أس هنتفرج على غزة المحلة يعني ما خلتش بقول بقول لك نتفرج على بلديك كالترود عبد العالي عمل أداء رائع في الحياة في التصريحات بس يعني الحياة سيد أحمد عويس يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معي أتمنى أن أنت تكون يعني استمتعت زي ما أنا استمتعت بالحوار الشيق واستنىك إن شاء الله زباولي جاء اللي خير برضو معي إن شاء الله ومسوط معاك أمر ويا رب تكون حلقة عجبة الناس بنا يخلى حريطك وصلنا مع حضراتكم لنهاية الفقرة الحوارات التانية مع الكاتب الصحفي الكبير والنقد أرياضي الكبير الأستاذ أحمد عويس نتمنى أنها تكون نالة إعجاب حضراتكم نشوفكم إن شاء الله في حلقة جيدة من الأهل الليلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة